اشتركوا في القناة الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وفتقرد كل همور الكرمة الكرمة ومدام احنا الأخزان سبتين في الكرمة يا سوء اشهادة لكل الناس ومتنور للهمور الكرمة الكرمة يلا بعضي ماوية نتشارك المسئولية ننخلي رسالك الكرمة نوصل كل البشرية أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة المباشر النهاردة هنتكلم في موضوع حيوي ومهم وضروري جدا لكل واحد فينا مهما كان وضعك ومركزك وسنك ووظفتك مركزك المالي مركزك الاجتماعي أنت النهاردة مدعو أنك تعرف الأصد والخطة والهدف اللي أنت جيت هنا عشانهم ناس كتيرة عايشة هنا ومش عارفة هي هنا ليه وبتعمل إيه إيه هدف وجودها على الأرض وعايشة بتوعيني وبتقاسي لكنها عايشة عشان ما متيتش أحيانا فيه ناس بتفكر تاني حياتها عشان هي مش فغمة هي عايشة هنا ليه وجات هنا ليه ده بفكرني بشاعر مشهور جدا اسمه إليه أبو مودي قال جئت ولا أعلم من أين أتيت لكني أتيت لست أدري كمان البابا المتنيح البابا شنود الثالث قال قصيدة من أرواع قصائد بيقول لست أدري يا صديق لست أدري ما أنا أو تدري أنت ما أنت هنا أنت مثل تائهم في غربة وجميع الناس أيضا مثلنا ناس كتيرة بتتايها بتبحث عن معنى وهدف وقيمة لحياتها والجوتها على الأرض لشان كده النهاردة الحلقة دي مهمة قوي ليه وليك مهمة لكل شخص موجود هنا على وجه الكرة الأرضية أنه يدرك ويعرف هو هنا ليه وبيعمل إيه وإيه للمفروض ربنا خلقه عشانه والمفروض يعمل إيه في حياةه عشان يعيش أسعد ويعيش القطة والهدف اللي رب خلقه من أجله عشان كده النهاردة معانا ديوف رائعين جدا ممسوحين بالروح القدس مبسوطة جدا يكونوا معانا النهاردة معانا النهاردة الأسيس يوسام إيميل بوتروس وهو غاني عن التعريف الأسيس يوسام رئيس الطائفة الرسولية في مصر وراعي خدمة ثمر شفاء للتسبيح والعبادة أهلا بيك حتى الأسيس أهلا بيك أنا مساعد الرئيس مش الرئيس مساعد رئيس الطائفة الرسولية في مصر ممسوط خالص أكون معاكم في خلالة الكرمة وقناة الغالي على قلبي أوي وممسوط يا ليدي أن أكون معاك في البرنامج نهاردة وربينا دينا وقت رائع باسمي أسوعة أهلا بيك يا حتى الأسيس كمان معانا نهاردة الأسيس يوناثين بولس رائع كنيسة رسولية بوكالة البلح ومدير كلية اللهوت الرسولية فرع القاهرة أهلا بيك يا حتى الأسيس أهلا بيك يمكن أول مرة أنا أكون معاكم لكن أنتم أول مرة تكونوا في الكرمة مباشر بتشرف جدا بوجودكم معينا وحقيقة جدا واثقة في الرب أنه هادينا النهاردة حلقة رائعة ومميزة لمجد المسيح في كلمات خاصة من الرب أن أعصدك أنها توصل الناس كتير أمين في اسم المسيح عزيزي المشاهدين هنتكلم النهاردة عنوان حلقتنا كما أرسلني الآيب أرسلكم أنا يسوع لقالي الكلام ده في يوحنى عشرين واحد وعشرين ونتكلم عن الأرسلية إيه هي الإرسلية وإيه معناها وإيه هدفها ونبتدي بالأسيس يونثين يطرى إيه هو مفهوم الإرسلية الحقيقة في مفهوم عند الناس لما يسمع كلمة الإرسلية في الكنيس يعني أنه شخص ربنا يدعيه يروح لبلد تانية خارج بلده أو ربما مكان برا مكانه عشان يقدم المسيح ويكرز ويعلم الناس فاترسخ الفكرة دي فبقى الناس كأنه في أفراد قليلين كده من كل مكان واحد اتنين ثلاثة هم اللي يعملوا كده هذا حق جميل وغالي وموجود في كلمة الله بس مش ده بس الإرسلية فده مفهوم لازم يقواضح حاجة رقم اتنين برضو مفهوم إرسلية عند الناس أنه اذهبوا إلى العالم أجمعوا وكرزوا بالإنجل الخليقة وده حقيقة وده حق غالي جدا ودعوة لكل مؤمن أنه يشهد ويكرز عن المسيح في كل عالم بس الحقيقة الثالثة المفهوم اللي أوسع أنا بسميه أوسع شوية وأكبر كل شخص خرج من تحت سلطان إبليس وإدغسل بالدم وأصبح ابن للرب واتنقل من الضلمة للنور هو مدعو أنه يكون مرسل من الرب ليحقق مقاصد للرب خاصة على الأرض أو ما بخرج من تحت قبضة إبليس وأبقى ابن للرب وحياتي ملكي للرب يسوع ربي قال ليه قاصد الحياتي في كل حاجة في حياتي في سكني ليه أنا في السكن ده في رسالة وفي قصد هنا خاص ليه أنا في الشغل ده كنيسة العيلة تحركات بتاعتي كلها ليها دور مهم قوي قوي وليه قصد خاص لحياتي فلما بشوف دوت أنا بشوف الحياة من منظر تاني الحياة لما أدرك أن أنا في الكنيسة دي مش لأني مرتاح مش لأني مبسوط لأنا غرس الرب هنا للتمجيد وأنا بحب أول تعبير ده فأشعية 61 عد 4 يقول فيدعونا أشجر بر غرس الرب للتمجيد يعني كل مؤمن زي غرس كده الرب يغرسه في مكان ليضيء ليغير ليحمل نور الرب ليحمل كلمة الرب ليكون مشجع لآخرين ليكون راحة لناس حواليه لينقل فكر الرب لينقل حضور الرب في كنيسة بقى في الشغل بتاعه في مكتب في مصنع في محل في الشارع بيحمل فكر الرب وحضور الرب ونور الرب للعالم ده رائع جدا إذن الإرسالية هي مش لمجموعة معينة من المؤمنين نقول قساوسها نقول الناس اللي خدهم الرب نقول الناس اللي بيعرفوا يتكلموا عن الرب كويس لكن هي لكل شخص قبل وعرف وفهم وحسب حب الرب يسوع إذن هي إرسالية عالمية لكل شخص مؤمن كل شخص بيحب الرب يسوع مش مخصوصة لأشخاص معينين أسيس يوسام هنوات عايزين نفهم مفهوم الإرسالية إيه الحقيقة الكتابية إحنا خلينا نتكلم عن الكتاب لأنه كتاب مفيش أروع منه وفيش أغنى منه وفيه الحق كله عايزين نعرف إنه إيه الحقائق الكتابية اللي بتتكلم عن المفهوم الإرسالية اللي الأسيس يوسام كانوا بيقول عليه الحقيقة إحنا كأولاد الله بعد ما اتنقلنا زي ما الأسيس يوسام كان بيقول اتنقلنا من الظلمة إلى النور وبقينا أولاد للرب إحنا بقالينا هوية خاصة مختلفة وإحنا عضاء في جسد المسيح وده الحق الكتاب اللي بيقول في إنجيل يحن أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه المؤمنون باسمه دول أولاد الله وأولاد الله دول ليهم هوية مختلفة بيتكلم في إنجيل يحن أسحح 17 رب يسوع وهو بيصلي صلاته للآب وبيقول كده في عدد 14 وعدد 16 بيقول أنه بيتكلم عن المؤمنين بيقول ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم فأول حاجة عن المؤمنين دول مش من العالم بقاليهم هوية تانية مختلفة كلمة هوية بمعنى إيه؟ دايما أنا بقول أنا جنسيتي إيه؟ فأنا بقول جنسيتي مصري لأنه مولود في مصر ودي الجنسية بتاعتي وكل واحد دي جنسية فكل حد مولود في بلد بيفتخر بالبلد اللي هو وجاي منها لك أقول الحقيقة أنه لما أنا بتولد ولادة تانية من الله أنا بيبقى لي جنسية تانية أنا سماوي أنا ابن لله أنا عضو من عضاء جسد المسيح كل دا تشبيهات كتابية موجودة الرب دهانا وده الحق اللي لينا فالهوية المختلفة أو الحياة الجديدة اللي أنا خدتها أو العلاقة اللي بقت بيني وبين المسيح يعني تحت أي مسامة من المسامة دي بقى ليها اهتمامات تانية بقى ليها تجاهات تانية وبقى تلحية مختلفة أنا مش كائنة ولدت في مكان ما وعايش لأني موجود وخلاص والأمور ماشية كده وبس لكن لا أنا بقيت ابن لله والابن لربنا ده لازم يبقى الحق اللي جواه أني أنا مش من هذا العالم أنا مش موجود هنا علشان أبقى مشابه للعالم ومشاكل للعالم وبتحرك بالتحركات العالم لكن أنا مختلف فالمسيح أول حاجة كان بيقولها أنه أنتوا مش من العالم حتى كان بيكلم الله القابة هو مش بيكلمنا إحنا بيقول هم مش من العالم يعني هم ليسوا من العالم بيكلم عننا إحنا بيقول دول مش من العالم دول مش هويتهم العالم دول حاجة تانية مختلفة بشكله أنا بصليلهم بصليلهم أنه يكونوا كمان مسلمين فبقولش بس أنه إحنا ليسوا من العالم لكن هم موجودين في العالم هم ليسوا من العالم لكنهم موجودين في العالم وأنا كمان أرسلتهم إلى العالم فليهم إرسلية هم هنا في محطة ده مش وطنهم اللي هيعيشوا فيه هم غرباء ونزلاء في يوم الأيام هيروحوا وطنهم يروحوا إلى بيتهم الأبدي لكنهم موجودين هنا هم ليهم رسالة والرسالة دي أهم ما يكون أنا بحس أنه المؤمن والشخص المولود في مولادة تانية مش هيلائي نفسه إلا لما يكون بيتمم الغرض من وجوده في هذه الأرض بس أنا عايزة أقول فكرة أنه ليسوا من العالم إحنا مولودين في العالم زي ما حالت عارف وبتقول لنا جنسيات من كل بلد فإحنا أصلا من العالم لكن ليه بيقول ليسوا من العالم هل دا بيفكرنا من قديموس ما قاله ينبغي أن تولد من فوق إيه رأيك في حاجة زي كده الكلام اللي كان المسيح بتكلمه لنيكوديموس ما كانش كلام مادي كسدي لكن كان بيكلم على أنه روحه تتولد من فوق وأنه روحك دي تبتدي ترتبط بالله المخلص الفادي اللي فدى هذه الروح بسفك دم المسيح فتبتدي تاخد شكل تاني مختلف تاخد طبيعة تانية مختلفة ما تمشيش وراء الجسد يعني بوليس كان بيعلمنا كده أنه فيه قوتين فيه قوة الروح وفيه الجسد وبيقول كده أن الروح بيشتهي ضد الجسد والجسد بيشتهي ضد الروح حتى تفعلون ما لا تريدون أحيانا تبقوا في الحتة اللي في النص دي أنتوا شوية بتتجروا كده وشوية بتتجروا كده لكن المفهوم اللي كان ربنا بيوضحه لنقديموس تولد من فوق أن روحك دي تاخد الطبيعة الجديدة المخلصة بفداء المسيح وتبتدي تبقى هي المتحكمة فتبقى طبيعة الجسد بتتبع الروح فما تبقاش من العالم تبقى أنت مش من العالم تبقى أنت ليك هوية تانية مختلفة عن هوية العالم وده تفسير رائع لأنه ليسوا من العالم كما أني لسته من العالم بالزبط المسيح هو بيتكلم كان موجود في الجسد طبعا وكان في العالم لكن ما كانش من العالم بالزبط كان ليه طبيعة تانية كان جاي بهدف ورسالة وقدم الرسالة بتاعته ويحنى السبعة عشر كان بيوضح أنه المسيح قدام الله الآب هو بيصلي كأنه بيقدم حساب الوكالة بتاعته كأنه بيتكلم عن ثلاث سنين وتلت خدم فيهم وقدم الرسالة وقبل أنه يموت على الصليب علشان خادر يفضي البشرية وفي محنى السبعة عشر بيقول أنا عملت كده وبيوصي وبيقول احفظهم في اسمك ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم هم مش من العالم كما أني لست من العالم هم في العالم لكن هم ليهم هوية مختلفة أنا أرسلتهم للعالم يبقى إذن في هدف وإرسالية مختلفة للطبيعة الجديدة إذن زي ما حكنت بتقول أنه إحنا مش من العالم فيه ثلاث حقائق استشفتهم أول حاجة أن أنا مش من العالم حتى لو أنا في العالم لكن أنا مش من العالم مش بنتمي للعالم مش أفكاري ومتموحاتي وكل حياتي في العالم زي أي حد في الدنيا لكن أنا مولودة من فوق أنا ليه هوية جيدة زي ما حكنت بتقول أنه زي ما المسيح قال أنا لست بعد في العالم لكن هم في العالم في العالم لكن زي ما حد كان مرة شبه تجبيه أنه زي مركب المركب في البحر لكن البحر مش جوه المركب فيه فرق كبير قوي بين الاثنين الحقيقة الثالثة هي حقيقة الإرسالية كما أرسلتاني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم يا ترى يا أسيس يونسين هنا هو الحقائق دي بتقضنا لإيه أنه أنا دلوقتي عرفت أن أنا مش من العالم وأنه أنا ليه إرسالية وأنه أنا مفروض ما يكونش زي زي الناس وأهل العالم اللي بيفكروا بطريقة مختلفة هل أنا المفروض أنه أنفصل عن العالم وأخذ جنبه عن العالم وما أقربش من الناس اللي في العالم ولا المفروض أعمل إيه كابن لله الحياة للرب يسوع قال حقيقة غالية في مرقس 3 وعدد 13-14 نفسي أقولها وكل حد بتابعنا يلاحظ معي الحقيقة دي هتوضح الفكرة دي قوي بيقول هنا في عدد 13 ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه أول حاجة بيعملها الرب معنا أنه بيدعونا إلى الراحة والحرية والخلاص ولما بنقبل عمل المسيح بنتحرر بنخرج من تحت سلطان العالم قيم العالم أفكار العالم لغة العالم مبادئ العالم اللي بوضع في الشرير وبعدين يقول خطوة تانية مهمة قوي هنا بقى وأقام 12 ليكونوا معه هو عاوزني في العالم موجود بشتغل بنبيع بنشتري بنتجاوز بنروح مدارس كليات بنتحرك حياة طبيعية جدا موجودين في العالم بس الحقيقة كمان بما أن احنا أصبحنا أولاد للرب بذلك كان بيقول أسيوسين دلوقتي وتغيرنا وتنقلنا وتولدنا من فوق بقى دعوة لنا نكون معاه جميل أول يكونوا معه التعبير يحبه قوي كانوا بيقول لي أنا عاوز تبقى قريب مني قوي تقفحضني تسمعني تفهم اللي في قلبي عشان عندي حاجة مختلفة عن اللي بيسمعه برا ويتقال في العالم برا ودي الحقيقة كلما بقرب منه بحبه قوي وأشبع بفكره وقلبه وتعلق بي وتميلي باللي جواه فلما أخرج برا للعالم أخرج بفكر مختلف باللغة مختلفة بروح أخرى مختلفة روح المسيح وأنا قريب منه هنا اللي يكونوا معهم بتعلم منه بتمثل بيه هو كان مرسى للعالم وكان موجود على الأرض عنده مقاصد بتحرك بيها في كل تحرك كان بتحركه في كل مكان كان بيروحه في كل كلام كان بيقوله مش بس الصليب حتى تحركاته قبل الصليب كانت جميلة ويروح لأفراد معينين أبرص يلمسه لأنه مش مش فيه بس كده لكن يلمسه كمان وكانه هنا عايز يشفي نفسيته التعبانة بيتحرك بطريقة جميلة قوي ليكونوا معه وبعدين الخطوة الثالثة في الآد وليرسلهم يبقى واحد يحررني ويغيرني وأصبح ابن للرب اتنين شركة وشبع وتلزز وعبادة ليه وكلمة وكتاب مفتوح قاعد معاه كده وتملي وتغير لصورته ويعلن فيه نوره ومجده وبعدين أخرج أتحرك وأنا في الشغل بحمل حضوره في المكان بتاعي وأنا في الشارع بتعامل مع الناس وأنا في الكنيسة وأنا في البيت وبقى جاهز كمان يحركني أقول الكلمة دي الحد طب طب على ده ساعة ده في المورد روح لده أقدم ساعده في احتياج معين فبقى فيه إرساليات خاصة بقى أشتغل بيها كده طول اليوم ببدأ يومي معاه شبعان بي أعمل التليفون ده لفلان شجع فلان تصل بي دلوقتي ابعت الرسالة دي لفلان وشوف الحاجات اللي بنقولها دي مغيرة ومؤثرة وتصنع فرق في حياة الناس فتلاقي يومي مليان بالتحركات الإلهية وأنا بشتغل أنا عايز أركز ده أول نفسي كل حد بيسمعنا ياخد بالهم فكرة دي عشان تقلت جملة كويسة مش الأسس مش القادة بتاع الكنيسة مش الناس اللي موجودة جوالكنيس ده كل ابن وبنت للرب في المدرسة في الجامعة في الشارع في المواصلات في الشغل احنا بنعلن مجد الرب ويشاعه نوره فينا المسيح قال أنتم نور العالم مطرح محمشين احنا بننقل النور ده بس أكون معاه ويحركني بعد كده ده المفهوم الجميل هنا اللي بقول المسيح بالضبط حرارك قلت نقطة مهمة قوي مش كفاية أن أنا أتغير وأتولد ولادة جديدة زي ما أسيس يوسام كان بيقول لكن كمان أن أنا أستمتع بحضور الله في حياتي لأنه زي مريم مريم اختارت نصيب الصالح وقعدت تحت أقدام الرب عشان كده قدرت تدرك قد إيه المحبة وحاست أنه لعالم كله ما يسويش حاجة قد وجودها في محضر الله وهذه الخلوة أو الوقت اللي أنا بعوده مع الرب استمتع بحضور الله في حياتي بعرف نفسي بحب نفسي بحب الآخر لأنه زي ما بيقول أحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل خدارك وقريبة كنفسك فما تملي بحضور الله أقدر زي ما حالك كنت بتقول أروح إرسالية وقدر أكمل حياتي وأنا بشاع نور الله ويكون جوايا نور فعلا حقيقي وأعمل العمل اللي ربنا حتى نيعز التوازن ما بين أكون معاه والإرسالية فأنا لازم أقاعد قدامه بحضر الاجتماعات بعبد الرب باشبع بحضوره بتعلم باخد من كلمة الرب وباشبع من فكر الرب وبتحرك في العالم بتحرك أنا مش منعزل لاب أنا موجود في وسط العالم بنق الحب الرب ونعمة الرب وسلام الرب ورجاء الرب وفارح الرب للعالم بأن أنا واخد منه بنقله فيرسلني أنقل دالعالم بالضبط وزي رب يسوع نفسه ويمكن نقول أنه هو كان يعني بياكل وبيشرب مع العشرين والخطوة وما كانش منفصل عنهم بالعكس لكن ما كانش بيقلدهم يعني أنا مع الناس اللي ما بيعرفوش رب عشان أوصل لهم برسالة بقى واقد وبالي وواعي جدا أنه أنا مش قاعدة عشان أقلدهم لكن أنا قاعدة عشان أنا أنور في المكان بطريقة مختلفة أسيس يوثيم في آية في أفاسوس 2 عشرة بتقول أننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة يترى معناها إيه نحن عمله نحن عارفين ربنا خلقنا كلنا طبعا ودي حاجة معروفة لكن يصد إيه بأنه مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة زي ما كنا بنكلم أنه الولادة التانية أنا بقيت ابن لله وبتعبير تاني أنا عضو من أعضاء جسد المسيح المسيح هو رأس الجسد فأنا بقيت مخلوق في المسيح يسوع أنا بقى ليه هوية تانية بقى ليه طبيعة تانية وإرسالية تانية فالخليقة الجديدة زي ما احنا بنقول علىها أو الولادة الجديدة اللي أنا بتولدها لما بقبل المسيح كمخلص شخصي الحياتي وباخده أنه هو يبقى سيدي وملكي ويسود علي ليها توابع أو ليها ثمار أو ليها رد فعل لازم يكون اللي بيذكره في الآية هنا أنه أنا مخلوق في المسيح أنا تولدت ولدت تانية في المسيح مش مخلوق علشان خاطر آكل وأشرف في العدم لأني بكرة هموت ونهايتي هي الموت احنا بنؤمن أنه احنا لدينا حياة أبدية مع المسيح وأنه الموت ده بوابة عبور من الأرض للحياة اللي مع المسيح يبقى إذن أنا حياتي ما بتنتهيش بالموت وحياتي ما بتنتهيش بأن الجسد ده يتحط في التراب لكن حياتي هي حياة ممتدة مع الله في يحنى بيقول في يحنى 13 بيقول أما كل الذين قبلوا أعطاهم آسف بيقول كده مخلوق لأننا نحن عملوا مخلوقين في المسيح يسوع لا لأن الحياة الأبدية بتبدأ بأنه أنا أؤمن بالمسيح هذه هي الحياة الأبدية الحياة الأبدية هنا على الأرض ليس أن ما نموت يحنى 13 بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك وهي السوع المسيح الذي أرسلته يبقى الحياة الأبدية بتبتدي من معرفة الله من العلاقة التي بتبدأ بيني بين ربنا لما أقبل المسيح أنا أبتدي الحياة الأبدية حيات الأبدية ليس تبتدي بعد ما أموت ومنتقل من هنا تبتدي لما أقبل يبقى أنا تخلقت في المسيح وبقيت حد تاني مختلف فلما مخلوق في المسيح أنا في أعمال صالحة الله أعدها اللي هي الإرسالية واللي هي الرسالة واللي هي الدعوة اللي دعاني إن أنا أكون متحرك فيها عشان أسلك فيها الحقيقة عايز أقول إنه الشخص اللي عنده القابلية والاستعداد إنه يتمم الرسالة اللي الله أوجده علشانها بيبقى متاح إن الله يكلمه وزي ما كان الأسيس بيقول روح لده كلم ده قول كلمة تشجيع لده اتحرك نحي ده ده في نوع من الطاعة وفي نوع من إنه أكون متاح للرب إنه يا رب حركني يا رب أنا عايز أتمم القصد يا رب أنا عايز أتمم الهدف من وجودي أنا مش ملهي في الدنيا وملهي في الحياة وحطت لنفسي أهداف عايز أوصل لها وهي لسحباني وهي اللي سلبة كل وقتي وسلبة كل طاقتي أحيانا طاقتي الزهنية بتبقى مسلوبة وطاقتي النفسية بتبقى مسلوبة بسبب أن أهداف الحياة ويعني السعي وراء كل ملزات العالم لكن عايز أقول إنه لما الواحد بيبقى متاح ربنا بيحركه منساش مرة حصل معي حاجة وربنا كان بيشجعني بيها قوي كنت هنا في أمريكا في ولاية من الولايات وكان برد جامت شتاء والدنيا بتنطر وكلمت حد صديق لي كان مراته بتولد في المستجفى قال لي هي والدة بس تصلي من أجلنا وكده فقلت له أنا بعيد عنك شوية والوقت متأخر أنا أجيلكوا بكرة عشان أسلم عليكم وأتطمن عليكم بعد ما قفلت مع التليفون والحح شديد قوي من ربنا روح له دلوقتي حسيت إنه مشوار بعيد والدنيا مطرة شديدة وجاء برد وأنا يعني مش مهيئة لكده بس حسيت إنه فيه الحاح من ربنا روح تراكن وبدأت أغير الاتجاه بتاعي وما قلت لهش حتى أنا جاي لك أو لما وصلت تحت المستجفى قلت له فلان أنا تحت ربنا قال لي إن أنا أجي أقف معاك النهاردة أنا مش عارف ليه لكن أنا جاي لما طلعت رقيت مشكلة كبيرة إنه مراته تعبت خالص في الولادة وحصل خطأ معين أثناء الولادة وبتنزف بطريقة رهيبة جدا والدكتور مفهوض يعمل لها عملية تانية وموقف في منطقة الخطورة وقال لي أنت ربنا بعتك لي عشان تصلي معايا عشان تقف معايا لأني أنا مش عارف أعمل إيه وكانوا لسا يدوب مرتبطين جديد وده أول مولود بالنسبة لهم وقفنا نصلي مع بعض ونطلب الرب بإيمان وفضلت وقف معاه وحسيت أنه ربنا بعتني أكون سبب تشجيع وسندة لحد في موقف كان فعلا محتاج فيه أنه حد يقف معاه محتاج فيه أنه إعلان محبة الله يوصل له محتاج فيه أنه ربنا يتمجد ونتشارك مع بعض في الصلاة من أجله والرب عمل معاه اختبار معجزي لو ما فيش الإتاحة ديت لو ما فيش الطاعة دي لو ما فيش أننا عايز فعلا أعمل اللي ربنا عايزه كتير منفوت على نفسنا فرص نبقى مصمرين لمجد الرب ونعمل الأعمال اللي سبق الله فعل دها اللي ينسلك فيها بالضبط ويمكن ده بفكرنا بيونان النبي أنه الرب قاله روح الناو وهو هرب فأنا ممكن قدامي حكتين ممكن أسمع وعطيها صوت الرب وساعتها هتبارك وهبارك الآخرين وممكن قدامينا أنا أهرب وساعتها الناس ما بتستفدش وأنا بتعب وبرضو دعوة ربنا هتفضل على حياتي وهيروح في الآخر برضو يونان وهي بشر المدينة تعايز أقول لها حاجة على الآية دي بس نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع في حد كان جايب لها معنى كده جميل مفصل وفقا للطلب مش مكنة كلمة عمله معناها كده يعني أنه مش كل حد فينا زي التاني لا كل حد فينا متكون بطريقة خاصة عشان إرسالية خاصة ودور معين وعمل معين إحنا مزاي بعض حد فينا ممكن يكون ظاهر قوي حد فينا يكون بيعم حاجات مش بينة بس أنا متفصل ومتكون بطريقة مميزة يعني كل حد يسمعني أمودرك كده أنه ربنا كونك بطريقة جميلة وأنك مميز قوي وأنه ما تكون ش نفسك بحد وقوم بالله ربنا ادهولك بتعرف تعمل دي اعملها كلمك تعمل حاجة صغيرة زي بك يقول السلام دقي روح لحد حاجة تبدو مش صعبة بس اللي أنت بتكون بي اعمله أنت مهم قوي في الملك عايز أقول كل حد بيسمعني تغالي ومهم قوي وربنا لي قصد الحياتك ومتشعر بقلتك ومتعرف تعمل حاجة مش بقى وعز مش كل انا ما دعون الوعز لكن أنت مدعو تعمل أعمال لأرسلك وعنده قصد الحياتك وعايز تحرك تديره فرصة خليك متاح لي تحرك بيك الوقت اللي جاي أمين وزي ما حالك كنت بتقول أنه مش كل الناس بتاع وعز مش كل الناس زي مش كل الناس أشكالهم زي بعض ما قارنش نفسي بحد وما قول شي يا رب أنا عايز أبقى زي الأسس يونسان يا رب زي يعني ما ينفعش لأنه الله خلقنا كل واحد لأعمال معينة هو خلقنا عزي المشاهدين هنطلع فاصل رائع جدا وهنرجع بمفاجأة فابقوا معنا المشاهدين من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ممكن يا ابني تقدر توصني كنيسة بكرة؟ كده؟ أنا أسف لزعي مرسل موسيقى تخيل في كام حد كبير في السن؟ أو ملازم الفراش؟ مش بيقدر يروح كنيسة موسيقى ومشاركتك باكل بيء فيه كنيسة موسيقى أهلا بكم أعزائنا المشاهدين ورجعناك تاني بعض الفوصل ونستكمل حديثنا عن الإرسالية لكن أنا وعدتكم بمفاجأة مفاجأة ترنيمة مش هتبقى مسجلة لكن هتبقى لايف والأسيسيوسام هو اللي هيكون بيرنمها تفضل يا أسيسيوسام أمين في دول الكلام اللي احنا بنتكلمه حس قوي أنه كلنا محتاجين نيجي نقدم لربنا حياتنا وحبنا وتكرسنا نقول له رب نحبك نيدي لك كل العمر وكل الحياة كل حياة دي ملكة ليك أنت لتستهل أنك تسود عليها وحدك تعال أقول له كذا يا رب أنا بحبك أنا بحبك أنا بعبودك أنا بحبك يا رب أنا بعبودك يا رب أنا قلبي طول الطريق أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك أعنيا طول الطريق هتفضل سبتة عليك أنا قلبي طول الطريق أنا قلبي طول الطريق أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك أنا قلبي طول الطريق أنا قلبي طول الطريق أنا قلبي طبل الطريق أنا قلبي طول الطريق theta يا يسوع في حجم أنت لتتتحفظ هيفضل سبتة warn you هيفضلrun يا يسور يشور على حياتك بقال وقت كتير وانت منشغل وانت في ارتباكات الحياة تعالوا النهاردة وتعالي النهاردة نقول للرب يا رب جايين نحط نفسنا قدامك جايين نكون متحين بين ايديك الوقت ده جايين يا رب ونفسنا وهدفنا نحن نعمل اعمال انت سبقت فعاتها لنسلك فيها محتاجين نسلك في مشقتك لنخجل منك في مجيئك نكون مصمرين لمجدك حياتنا تكون مصمرة لمجدك يمكن دقيقة او دقيقتين ربنا النهاردة بيكلم قلبك فيهم انه ترجع مرة تانية تحط الاولويات ترجع مرة تانية تحط نفسك على مسبح التكريس ترجع مرة تانية تحط قلبك قدام رب يقول له ها انا ذا ارسلني ها انا ذا ارسلني انا جاي يا رب النهاردة وكل شوق وكل امل ان يكون مرسل رائع بيعلم محبة المسيح لكل الناس اللي حوله مرسل رائع بيعلم خلاص الله للناس اللي حوله مرسل رائع عنده استعداد للخدمة عنده استعداد انه يتحرك زي ما ربنا بيحركه بطريقة مختلفة ها اقول له كده يا رب انا بحبك انا بحبك حياتي بلك اديك حياتي ملك ليك يا رب بالوقت ده سود انت سود انت املك انت تعالي رب اخد المكانة الصحيحة في حياتي انك تبقى الملك والسيد والاله والقدوس هلا هلا نقول العدد اللي جاي دوت كده اقول له بارجع عن كل اله عبدته معاك باعلن سلطانك على قلبي لوحدك روحك يجي يا رب نهاردة يملك حياتي يملك كياني يبدلني يشعل في اعماقي في اعماقي غيرة ان انا اعمل عملك والمجد اسمك وامتدالت ملكوتك في اسمي اسواء بارجع عن كل اله عبدته معاك باعلن سلطانك على قلبي لوحدك روحك يرش في اعتداد يقدسني ويقعود يصنعني انا يحمل مكتب بارجع عن كل اله عبدته معاك باعلن سلطانك على قلبي لوحدك روحك يشفي اعتداد يقدسني ويعود يصنعني قناة يحمل مكداك بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق أمين أمين لازم نختار اختيارات صح لازم حياتنا تكون بتمجد الرب ونرجع عن كل شيء عملناه وعبدناه مع الرب إحنا معنا اتصال أهلا بك أخي هاني من بنسلفانيا أهلا بك يا أختي ليديا وأهلا بضيوفك الحلوين أهلا بحضرتك أنت حضرتك أتلت في آية نحن عمله مخلوقين في المسيحية السوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي ينسلك فيها فأنا ممكن أضيف حاجة بسيطة للإسالي فأنا بفهمها من معنين أن يقصد نحن عمله قصيدة الشعرية والمعنى الثاني جواهره يعني إحنا بالنسبة للرب القصيدة أو الأغنية الجميلة والنحية الثانية إحنا جواهره اللي عايز يشوف ويشه فينا فإحنا كأحجار كريمة بنعكس ضوء المسيح في المكان اللي إحنا عايشين فيه وإلا ما كانش يبقى لنا وجود بالمر فعلشان كده المؤمن في مكانه حجر كريم بلون معين وبضوء معين بيمجد المسيح في حياته وشكرا أخياني نتليك في الجواهر شكلك صعر مش جواهر بتتكلم فعلا عن الجواهر ودي حاجة حقيقية جدا بنشكرك حرك فيه أي طلب تصالح أو حاجة تحب القصيدة يصلولك شكرا لك لأجل اتصالك ولأجل مشاركتك الرائعة فعلا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوى لأعمال صالحة جوهر إحنا جوهرته إحنا أغلع حاجة لقلوقة كثيرة السمن زي ما الكتب بيقول عايزين نرجع لموضوعنا كما أرسلني الاهب رب يسوى بيقول كده أرسلكم أنا وعايزين نعرف في الكتاب المؤدس هل ذكر أشخاص معينين أرسلهم وعملوا شغل جامد قوي وحياتهم كانت إرسالية حقيقية في العالم وقتهم نفسي أبدأ بموسى موسى النبي في خروج 13 نلاقي الرب بيتقابل مع موسى في أصحة 3 هو بير على الغنم وبيقاله 40 سنة سايب الأرض مصر يتقابل مع الرب في اللقاء ويقوله أنا سمعت صراخ شعبي في أرض مصر علمت أوجعهم فنزلت لأنقذه أنا عايز أنقذه طب خلاص يا رب انزل أنقذه قال لا أنا عايز أبعد حد هلما فأرسلك إلى مصر وبحس أنها كأنه ربنا بيبقى شايف مرات كتير قوي ألام الناس وأوجعها وتعبها ويدور على حد يبعثه عشان يكون إيده عشان يكون فمه عشان يكون قلبه للناس دي فبيقول لي موسى أنا عايز أبعدك أنا متألم على الناس عشان يتحرروا من العبودية اللي هم فيهم الحقيقة أنا شفت جوه الفكرة دي حاجة لمسة قلبي قوي وكأنه ربنا بيقول لموسى أنا هخليك استجابة صلاة لشعب شعبي بيصلي ويصرخ يا رب انقذنا أم الرب يدور على حد يبعثه ممكن نقولها تاني نقولها تاني أنه شعبي بيصلي وبيصرخ فربنا يبعث واحد استجابة صلاة يقول لموسى أنت هتبقى استجابة صلاة للشعب ده شعيف قد دي روعة أنه أنا وانتي وكلنا والسي وسام وكلنا كل اللي بيسمعون الوقت تخلمت وانت استجابة صلاة لحد حد ينادي للرب محتاج لك يا رب في أمر فلاني أم ربان يدور مين من ولادي جاهز وريبا يبعثه فيحبعت فلان عشان يقوم بالدور ده أنا أدئي ممتن للحق ده وبصليها شعرف يا رب أن يكون استجابة صلاة لحد من لدك تبعثني بآية بكلمة بصلاة وبتشجيع وأقول كل حد بيسمعني صلي معي دلوقتي وانت موجود خليني يا رب استجابة صلاة أمين خليني يا رب استجابة صلاة وترسلني تحرقني وأنا أبقى متاح زي ما كنا براني أبقى جاهز متاح ليك تحرقني زي ما أنت عاوز في قصة جميلة الحقيقة حقيقية يعني أخت رحت السمع من مصر وهذه الأخت زوجها هو اللي قال لي القصة دي تؤدي أثرت فيها جدا يعني زوجها قال لي أنها كانت مصلية قوي وهي حد حقيقي جدا يعني وهو الصبح نازل الشغل لقاها بتلبس بدري قوي فقالها راح فين بدري فقالت راحها مستشفى فقالها مين عيان في الكنيسة عندنا وهو بيحكي لي بيقول لي لما رجعت من الشغل بالليل سألت انت عملت ايه قلت لو رحت بس شفا القبطي لقيت واحدة بالاسم انا سألتها واحدة اسمها فيكتوريا فلاقيت واحدة اسمها فيكتوريا عينة وعدين دخلت الاغضة وقلت لها انا رب يسوع قال لي اني اجيلك فست قصرت جدا قلت لها انا مبارح بالليل بقول للرب انا من برا القاهرة والواحد هنا يا رب ما تبعث ليش حد يساعدني انا الواحدة هنا وتأثرت جدا لما فجأت انه الرب بيبعث الاخت ديت قد ايه الاختبار ده شجعني جدا انه ربنا يبعث حد لوحدة بتقول انا محتاج يا رب ابعث لحد انا الواحدة هنا فهو يبعث لها حد ويقول الاخت دي اسمها والمكان وتروح ربنا بيدعونا انه نسمعه عشان عايز يحرقنا لناس واماكن لأعمال سبق عندها لنا وزي ما الانجيل بيقول انه في كل دي قون تضايق وملاك حضرته ممكن تكون انت ملاك ربنا بيرسله لحد تاني ومش عارف الحد ده حدت خالص مكان فاضي ما يعرفش حد يمكن حواليناس كتير لكن ما يعرفوش الرب ما يعرفوش يصالوله زي ما انت هاد قدرت تصاليله وتساعده ده في ميخة ستة الشعب كان زعلان من الرب فربنا بقول لهم تزعلان ليه هقول لكم احساناتي انا فككتك من ارض العبودية بعيني يقول له وارسلت امامك موسى وهارون ومريم يعني تخيالي انه الشخص اللي ربنا ببعته ده ارسالية الهية احسان من الرب لي يعني اشوف حد ربنا بعته وقول له اشكرك ده احسان انت اللي عملت كده تخيالي قد احنا محتاجين نصحة مستوعيين ربنا عايز استخدمنا نبقى سبب باركة الناس كتير حوالينا واحنا مالبخين شوية في مشاكلنا واحتاجاتنا بس الرب النهاردة انا اقصك بالحلقة دي بيركز الاف باسم الرب يسوع من ابطال الرب والمؤمنين الحلوين انهم يكونوا باركة الناس تانية وكونوا سبب فرحة وتشجيع وتغيير وخلاص لنفوس كتير حواليهم امين امين وبنا على كلام حضرتك في جلنا طلبة صلاة عاجلة جدا حب اوين صليل اجلها شاب مؤمن يمر بظروف صحية حارجة جدا وهو الآن يقضع العملية الجراحية بالقلب العائلة والأصدقاء يسقون في صلاة رب وصلتكم نرجو صلاة خاصة من اجله وزي ما ربنا علمنا ان احنا نكون بنصلي صلوا بعضكم لبعض اللي كي تشفوا فاتفضل حضرتك وحضرتك مالك يا رب يسوع بحط الشاب ده بين ايديك انا مش عارفينه بس انت عارفه كويس قوي قوي ده صانعة ايديك وغالي عليك وصله الآن بسلطانك باسم الرب يسوع المسيح اتمجد انت في العملية انت اللي تمدي ايديك اعلم حضورك في قط العمليات يمينك تمتد في المشهد بقوة غطي المشهد بسلطانك يا رب واصنع معجزة معاه فائقة احنا بننادي حياة بننادي بانقاذ بننادي بخلاص بشفاء باسم الرب يسوع واعطي العائلة سلام وتمجد وخرجه يا رب بسلام واعطي لي حياة مسمرة مجيدة تمجدك واختبار يشهد عن امنتك وصلحك باسم الرب يسوع ولي كل مجد امين 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 ايو رب مصدقين كده انك انت الاله القادر على كل شيء نعم يا رب مصدقين يا رب انك انت اللي صنعت هذا الجسد وانت اللي عندك علاجه وانت اللي تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امره مصدقين يا رب كلمتك ومصدقين انه انت رب شافينا وطارد المرض بيننا عشان كده بنتحد مع ابنك يا رب اللي في حالة حرجة دلوقتي ناصق انك انت توصله بسلطانك ناصق يا رب ان يدك تتمد على هذا الجسد يا رب بلمسة خاصة بشفاء بحفظ ورعاية وضمان لمجد اسمك امتداد ملكوتك للأسرة كلها يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وايضا يا رب انت تنقذه انقاذ غير عادي وتصنع مع مواجزة ايو يا رب كل حد قاعد النهاردة قدام البرنامج وبيشاهدنا يا رب وعنده ألم عنده تعب ومحتاجك انت تقدر تمد ايدك يا رب بلمسة شفاء بلمسة يا رب للعلاج لكل نفس منحنية ومحبطة ومأسورة بلمسة يا رب للتحرير لكل نفس مقيدة باسم الرب يسوع مصدق يا رب فيك انك انت تصنع امور عظيمة مصدق فيك ان كلمتك يا رب كسهان بيد جبار تختارق يا رب وتصل الى قلوب ونفوس وتشعي النفوس وتحر النفوس وتصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر في اسم المسيح استجيبه لي كل المجد امين عزي المشاهدين لو انت عندك طلب اتصالة لو عندك اي مشاركة اي تعليق حتى اي اضافة للكلام احنا بنقوله بنرحب بيك في اتصال تليفوني مباشر معنا اتنين قسس افاضل ربي باركهم ونحب او ينكون بنصلي لأجلك احنا معنا اتصال للاخ ابو مهند اهلا بيك مساء الخير مساء النور اهلا بحضرتك مساء الخير تحية محبة للاخت لديا ماهر وضيوفها الكرام شكرا كلمة بسيطة تقول وردت هذه الكلمة في الكتاب المقدس 1514 كلمة اذهبوا او اذهب او مرادفة لهذه الكلمة وفي العهد وردت 23 مرة وفي اهد وردت هذه الكلمة 54 مرة لكن انا اتكلم عن اول كلمة وردت في الاهد الجديد اللي هي عندما ظهر الملائكة للرعاة فقال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب لنذهب الآن الآن لم ينتظروا لم ينتظروا حتى يأتي الصباح لنذهب الآن ونرى هذا الأرض عن ميلاد المسيح وعندما رنمت الترنيمة الملائكية المسجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر وأنا أحد أحباد هؤلاء الرحاة شكرا لك يا أخ أبو مهند لأجل مشاركتك الرائعة جدا رب يبركك دايما بتغني وتسري الحلقات بتعليقاتك الكتابية ربنا يبركك أسيس يوسيم كلمنا على موسى أنه كان استجابة الصلاة هل في نماذج تانية في كتاب المقدس بتتكلم على إرسالية معينة؟ أكيد أكيد في نماذج كتير في كتاب المقدس قبل ما تكلم عن نماذج من النماذج الرائعة اللي كان لها يعني بركة خاصة ورسالة خاصة اللي هو يوسف وإزاي رب استخدمه عايز أقول أنه كلنا كأعضاء جسد المسيح لينا رسالة عظمة أنه بننقل حب الله وفداء الله للبشرية وإحنا كلنا سفراء عن المسيح والرسالة بتاعتنا تصالحه مع الله كلنا سفراء عن المسيح في الأرض ورسالتنا تصالحه مع الله لكن عايز أقول أنه كل حد فينا الله صنعه وخلقه بطريقة خاصة جدا وليه رسالة خاصة بجانب أنه إحنا سفراء كلنا عن المسيح وبنقول تصالحه مع الله ورسالتنا أنه الناس تتصالح مع الرب وتصل لها الرسالة فينا في كل حد فينا الرب أوجده علشان مأمورية خاصة وأعمال زي قفصه ستنين يوسف كان الله بيعده من هو صغير أنه في يوم من الأيام هتبقى أنت سبب خلاص في يوم من الأيام هتدبر مصر علشان يبقى فيه أكل وقت المجاعة خط التدريبات اللي مشي في يوسف كان يعني مش سهل أبدا من شاب مدلل جنب أبوه لابس قميص الملون البير وإدباع عبد وفي بيت فتفار وبعكرة يدخل السجن ويظلم ويقعد في السجن المدة دي كلها خطه الله بيدرب حياته وبيعده إعداد خاصة عشان يكون التاني بعد فرعون ما كانش الأمر سهل لكن كان فيه رسالة وراب حط عينه عليهم أنه هو جنب أبوه في حضن أبوه وكان بيعده للأمر ده يوسف كان بيقول كده الاستبقاء حياة لما تقابل مع إخوته وأعلن لهم عن شخصيته وقال كده الاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم يعني كأني وأنا كنت قدامكم أنا مرسل قدامكم علشان أستبقي حياة لناس كتير في وقت المجاعة أرسلني الله قدامكم ورب لما بيحط إيده وينتخب شخص لرسالة معينة والاتجاه معين ما أعظم إيد الله ما أعظم إيد الله الموضوع مش معتمد أبدا أنا أميكانياتي إيه ولا أنا شكلي إيه ولا أنا أعرف أعمل إيه لكن اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء لأنه دي حكمته ودي أمنته ودي قدرته يوسف كان نموذج في منتقى الروعة أنه شخص أطاع وتحمل أنه الله يصيغ الإناء ويشكله وفي وقت من الأوقات وقف علشان يدبر مصر جدعون كان ما عندهش قوة ولا عنده أي حاجة لما رب ملاك الرب راح له كان بيدرب شوية حنطة وبيحاول يهربها من وراء الميديانيين علشان يأكل شعبه لما قاله رب معك يا جبر البقس قاله أنا عشيرة هي الزلة وأنا الأصغر في بيت أبي وإذا كان يعني ربنا معايا لماذا أصابتنا كل هذه أين جابين عجائبه فينه وابتدى الشخص الشاعر قد إيه صغير وبيهرب حنطة علشان يأكل بيته وحاسس أن أنا يعني أصغر واحد ربنا يقول له أنت بقوتك هذه اذهب بقوتك هذه عشان أنا عددتك إعداد خاص عشان أهزم بيك الميديانيين والغريب جدا أنه ربنا يعني لما نقر القصة في سفر القضاء أصحة ستة نلاقي أنه جدعون كان معاه 32 ألف رب قال له دول كتير قوي مفاوش قلهم اللي خايف يرجع اللي خايف يرجع رجعوا 22 تفضل مع 10 ألف قالوا لا كتير قوي كتير قوي يعني لسه لسه خدهم عند المية كده وانعايز اللي يشرب بس كده بإيده وهو ده اللي تاخده والآخر بقوا 300 طب يعني يا رب ما عندناش إمكانيات قال عندكم إيه الإمكانيات اللي معاكم الإعداد اللي كان بيعدوا الجدعون كان فيه نوع من التسديق والثقة والطاعة أنه قال لهم امسكوا جرار فريغ امسكوا المصابيح والأبواق وكسروا الجرار ارفعوا المصابيح اضربوا بالأبواق وقالوا وصيف للرب وصيف للجدعون بس كده وهننتصر آه بس كده وهتنتصر طريقة جيدة في الحرب حاجات مختلفة بس مين اللي يقدر يمشي على المية زي ما الكتاب يقول مين اللي يقدر يصدق في كده كان إعداد الله لشخصية فيه ظاهرها أنها صغيرة جدا وخايف ومرتعب وبيهرب حنت وحاجة يعني لا تصلح في نظر الناس لكن فيه كان جواه شيء الله بيبنيه بشكل خاص جدا علشان الإرسالية اللي أرسلوا ليها وعايز أوجه كلمة لأحبائنا اللي بيسمعون النهاردة يمكن يكون شايف نفسك أنك أنت قليل ما عندكش أي حاجة وشايف نفسك أنك ما بتعرفش تعمل حاجة وشايف أنه أنا مش هكون مصمر في وقت من الأوقات لمجد ربنا وده يمكن بيسيبك بالأحباط أو بالتعب لكن عايز أقول أنه اللي اللي حطوا جواك البزرة اللي ربنا زراحها فيك واللي نماها جواك في إيمانك وفي علاقتك بيه هيستخدمها وهيصمر بيها وهي دي اللي تبقى سبب نصرة وهي دي اللي هتبقى سبب بركة وهي دي اللي هتبقى سبب انتصار واتساع لمجد ربنا عايز أقول ما نستحقرش اللي ربنا حطوا جوانا ونستحقرش اللي ربنا بيعملوا جوا حياتنا أحيان كتير ربنا بيعمل جواك أمور عظيمة وانت بس باصس على اللي حواليك وشايف نمازج وشايف حاجات كبيرة وبتقول أنا عمري ما هوصل لي فلان ولا هوصل للقامة دي ان انا اكون ربنا بيستخدمني لك عايز أقول لك ان ربنا بيستخدم الضعيف وبيستخدم القوي وبيستخدم كله لان احنا مخلوقين صنعت ايده وهو فرحان بينا واحنا جواهره زي ما أخونا اللي شاركنا من شوية كان بيقول فما تستقلش بعمل الله لان الرب اللي بيعمله بيك ده باركة عظيمة جدا واللي بيعمله بحياتك ده باركة عظيمة جدا واستمر فيه المجد الرب امين اذا انا ممكن اكون زي ما أسيس قال استجابة صلاة ممكن اكون استبقاءها يعني من غير يمكن حد يموت وزي ما قلنا بنشوف دلوقتي في جدعون كمان علشان يكون بيدي حياة وبيخلص اسرائيل احنا معنا اتصال اهلا بك يا أخ محمود من الجزائر خليك معنا على الهواء من فضلك واتي التلفزيون اسمعنا من التليفون اهلا بيك من فضلك واتي التلفزيون اسمعنا من التليفون اهلا بيك من قصة تلفزيون خلاص اوكي اتفضل اهلا بحضرتك اهلا بيك اتفضل سلام المسيح سلام المسيح مع حضرتك اهلا بيك اهلا بيك تلفزيون اتفضل تلفزيون خلاص اتفضل احنا سمعينك حرك معنا في الهواء اتفضل اهلا بحضرتك أهلا بك سلام المسيح عليك سلام المسيح معيك أهلا بك أخليدي عندي مشكلة اتفضل أنا مسيحي عندي مشكلة عندي مرطيع من فضلك برقاء التوضيح لأن اللغة بتاعت حضرتك مش سهل نفهمها فمن فضلك واتك من التلفزيون مشكلة عندي مرطيع في الدارة راحت لأنني ما نقدرش نعيش معك أنت مسيحي ما نقدرش نعيش معك يعني هترجم لحضرتك اللي أنا فهمته أنه فيه ناس بيقول لك أنت بقيت مسيحي ما نقدرش نعيش معك صحة ولا أنا غلطة أنا صحة كده طيب أوكي ده سؤال حضرتك؟ أكداء أكداء تحب حضرتك أو حضرتك؟ مين يحب يرد عليه؟ أحياناً مما نتغير بيكون حياتنا مختلفة أو بتبقى زي كل الناس أما بيجلنا نور جديد وبيجلنا أفكار مختلفة الناس بترفضنا الحياة الرب يسوعة لكده فعلاً لما قال أنا لسته من العالم عشان كده العالم بيبغدني أو ما بخرج من العالم ببقى تلعت من الظلمة للنور ببقى العالم لأنه في الظلمة بيبغد النور ما بيحبوش ما بيحبش تعامل المعابي يدائق منه لأنه بيدينه لأنه بيكشفه فكل حد ارتبط بالمسيح وخرج من سلطان الظلمة للنور فعلاً لما يجي يعيش في العالم بمبادئ المسيح بيبقى مش محبوب مكروه ومضطهد مرات فالحقيقة ده حصل مع المسيح قال هم أبغدوني لأنني أنا مش من العالم ومش بعمل زيهم وبكشف الواقع بتاعها وقال برضو عني نفس الكلام قال إن هيبغدوك لما هتبقوا معي هيبغدوك فاحنا مش بنتفاجأ من بغدة العالم لنا أنا عارفهم ده مسهل ومؤلم وأخونا محمود ده أنا مقدر اللي هو بيقوله قوي ورب كمان حس بي جداً بالقلم اللي هو بيشعر بي بس أصل كان الرب يدي له معونة ونعمة في احتمال القلم ده ويبص على الصليب ويشوف محبة المسيح الرهيبة المدهشة ليه إزاي رب أحبه جداً وهو محبوب وغالع عن رب قوي وده يشبع قلب ويريح نفسه وربنا يدي نعمة يتحمل هذه البغدة كشهادة عن المسيح ويرد عليها بحب أمين ده أروح حاجة ده أروح حاجة وأنا عايز أقول إن ده شرف أن الناس تكون بتعمل ده لأجل المسيح أنه ما فيش أي حاجة غلط أنا عملتها لكن أن أنا بأتبع النور وماشي في النور وحياتي مختلفة وبحب الناس ده أروح شهادة وأروح شرف أن أنا أكون بؤهان من أجل اسم المسيح تحب تضيف حاجة أسيسي وزاني؟ عايز أقول إن الكتاب مدح إن إحنا إذا أهنا وإذا تهدنا من أجل المسيح الرب قال توباكم توبا لكم في تطويب لكل اللي بيتألم يعني يبختهم يعني يبختهم يساعدتهم اللي بيتألمهم من أجل رسالة المسيح عايز أقول إن الألم بييجي لأنه إحنا قانوننا مختلف لما كنا بنكلم في بداية الحلقة كنا بنقول إن إحنا مولودين ولادة تانية فإحنا مش من العالم دوت إحنا موجودين في العالم لكن مش من العالم ولأن إحنا مش من العالم ولينا طبيعة تانية فإحنا عكس قوانين العالم فعلشان كده العالم دايما هيتتهدنا لأنه إحنا بنستك بقانون تاني العالم يبيح كل الأمور ويبيح كل الشهوات والنجاسات والشيطان بيجمل كل الخطايا وزنوب للناس وطبيعة المؤمن اللي عايش مع المسيح هو طبيعة مختلفة إحنا قدسين في المسيح يسوع إحنا خليقة جديدة في المسيح يسوع إحنا بنعيش حياة مختلفة زي سيدنا لما كان عايش على الأرض عايز أقول إنه اتشجع وتشدد وكل حد بيمر بظروف وكل حد بيتألم من أجل رسالة المسيح ومن أجل قبول المسيح طباك لكن واجب علي أنا أعمل إيه ملقي نفسي فيه ناس بتضهدني أنا ما عملت له همش حاجة غلط مجرد أنا مختلف عنه إيه المفروض أعمله؟ المفروض يعني بحسب الكتاب إنه إحنا بنقدم محبة المسيح بالضبط لو أنا مليان بالمحبة بتاعة المسيح لما هتخبط وهتجرح هتطلع محبة لو أنا مليان بغضة وكراهية وإساءة وتعب هتطلع يعني الإناء ينضح بما فيه والنخلة بتنزل بالح ما بتنزلش حاجة تانية بتتضرب بتتوب بس بتنزل بالح عايز أقول إنه الأمر مش سهل هو كلام يمكن بنقوله وهو مش سهل هو مش سهل لكن يتملي بمحبة واقعد المسيح أكتر واقعد معاه أكتر واشبع منه أكتر فلما هتتخبط ولما هتهان ولما هتجرح هتطلع محبة يعني هي ملهاش طريقة تاني غير كده إلا أنه أشبع منه علشان الإناء ينضح بعد كده بما فيه وزي ما وصعنا رب يسوع قال أحب وأداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا لمبغديكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم واتطهدونكم شكرا لك يا أخ محمود لأجل اتصالكم شركتك ربي باركك نستكمل حديثنا يا أسيس يوناثين يا طرى في نمازك تانية لأنه النمازك دي بتقول أنه مش إحنا بس الوحدين في العالم مش إحنا بس زي ما كان الأخ محمود بيقول أنه هو متطهد لأجل اسم المسيح مش إحنا بس اللي نرساله في ناس قابلينا سبقونا علامات مضيئة في الكتاب المؤدس بتقول أنه الله يستخدمهم برغم الضعف برغم التعب اللي كانوا فيه ممكن موسى ما كانش أحسن حد قال له يا رب أنا سقي للفم والإسان ويوسف كان حاله صعب جدا وكان عبد وكان مسجون وكمان جدعون قال أنا الأصغف في بيت أبي وعشراتي الزلة هل فينا مزج أخرى؟ عايزة أقول نموذج لإمرأة حلوة قوي كويس لأن مرات كتير العالم بيرمي أكاذيب على المرأة أنها مش تبحة الموضوع الحقيقة تبحة جدا الله بيستخدم الرجل والمرأة بنفس الطريقة وعنده قصد في حيات كل شابة وكل إمرأة وكل بنت ويمكن طفل كمان عايزة قضيفي يمكن طفل كمان يمكن الأطفال كمان ليهم رسالة ودعوة ده حقيقة أطفال كتير ربنا بيستخدمهم وباركة كبيرة قوي بالنور اللي عندهم برغم سنهم ممكن الطفل اللي ذكر في الكتاب المؤدس عن اللي هو اللي شارك بأكله في معجزة إجباج وما كان طفل صغير لكن قد إيه حصلت معجزة رائعة ومريم أخت موسى لولا ما وقفة وقالت لها أنا هجيب حد يرضعه شوفت تخدمها كان صغيرتنا صغير حوالي عشر سنين بالضبط كده فالأطفال كمان ليهم دعوة وليهم قصدق المرأة دي أنا بحب قوي هذا المشهد الكتابي جدا ومؤثر في حيات شخصية صمويل الأول 25 بيحكي عن أبي جايل أبي جايل امرأة نابال نابال شخص أحمق صرفاته صعبة قاصي رديل أعمال أبي جايل ليه علاقة مع ربنا كوي جدا وظهرت في موقف بتاع صمويل الأول 25 لما أخطأ نابال في أنه مرديش يقدر تعب داود داود اهتم بحراسة الغنم ومرديش يبعث ليه تقديمة شكر في يوم فرح كان بيجزه فيه الصوف وشعر داود بالإهانة الشديدة جدا لعدم التأدير وقرر أنه ينطقم وخد المجموعة بتاعته والرجالة اللي معاه ورايح ينطقم من نابال وما رب يحرك قلب أبي جايل فتروح تقابل الداود في الطريق وتتكلم بالتضاع جميل واخدى معها تقوله اقبل باركة دي وتبدأ تقوله كأنها بتفوقه تجاي غطبان وعيز تنطقم بس أنت عندك حاجة عظيمة أكبر من القصة دي أنت مدع أن تحارب حروب الرب سيدي يحارب حروب الرب أنت عندك عمل عظيم إيه الحياة الصغيرة اللي أنت هتخش فيها دلوقتي دي زيت أنتقم من نفسك حكيمة جدا جدا والحقيقة هو قال جملة كأنه فاء فعلا قال لها مبارك الرب الذي أرسلك اليوم لمنعه من اتيان الدماء أنت ربنا أرسلك لي دا مش عادي أنا كنت هعمل غلطة هندم عاية العمري بس أنت استخدمك رب في إنقاذي مين دا داود الرجل الذي بحسب قلب الله الممسوح مالك ومين دي امرأة واحدة في شعب الرب مش معروفة لكنها أرسلت فكانت بركة لداود غير عادية وذكرته صحته فوقيته بطريقة كمان ما فيهاش إهانة يعني مش تقوله أنت غلطان وحش مثلا وبيتهينه دا بطريقة جميلة سيدي يحارب حروب الرب دا عندك حياة كبيرة قوي ليه داخل في المدهات الصغيرة دي وكأن داود ما كانش خد في المش ما خدش إذن من ربنا أنه هو يكون بيحارب مشاعر غضب والمرارة وخليته بدلا ما يكون بيقتل خليته يبارك الرب حجر أعني سبح الرب وفرحان بالرب اللي بعث أبي جايل وشكنا شجع كل واحدة بتسمعني لكل أبي جايل كل أمرأة كل شابة كل أخت كل بنت صدق إنك مهمة جدا وربنا عايز تخدمك بركة لخدام والشباب والرجال وبيوت وعائلات والكنيس وافتح قلبك واستقبلي دا من الرب وتحت قريش نفسك وانت مش إناء فقط للزواج والإنجاب فقط لكن انت مدعوة إن ربنا يستخدمك تقب بركة الناس كتير شجع كل واحدة بتسمعني الوقت افتح قلبك وصدق غلوتك انت لقلقة كثيرة السمن فعن الرب واستقبلي من الرب قيادة ومسحة ونعمة يستخدمك فبجاي النموذج الحقيقة أنا شايفه مشجع جدا شايفه نوع الخدمة زي موقف فرصة بس أصابت هدف رائع جدا والإنجيل بيقول إنه ليس رجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل الجميع واحد والكتاب بلؤدس مليان بنساء كثيرات عملوا مواقف معلش سوريا يعني رجالة معلوهش ودي حاجة كترائعة جدا وليهم كانت نبية وكانت قاضية وكانت حاجات كتير وخادمة وكانت بتصرف من أموالها على رب يسوع كانت التهيدات كانوا رائعات في ناس كتير أو فيهم يترى فينا مزاج آخر أخير أخير أنا عايزة أختم مش أختم طبعه مفودي كون الأول بس أنا حبيت أخذ نماذج إنسانية سأعايزة أختم بالمسيح مبارك اسم الله كان هو المرسل إنجيل يوحنة إنجيل جميل أو يتحدث عن إرسالية المسيح تيجي 35 مرة كلمة الإرسالية مرتين ليوحنة بس يوحنة لما قال كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنة لكن 33 مرة تقريبا يجوا عن الرب يسوع ومنهم كلمة أنا متأكد إنها هتفتحانين قوي في يوحنة 34 بعد موقف الساميرية لما قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم معه ده طعامي ده شبعي شبع إني أقدر أعمل الدعوة اللي رب دعينا ده اللي يشبع القلب ناس سعر في فراغ وإحباط ومش شايفة معنا الحياة لأنه عايش نفسه مش عايش للدعوة للدعاء للرب والإرسالية الإلهية مشبع جدا إنه أبقى ملتصق بالرب وفي شركة معاه ويرسلني وأتمم عمله أجد معنا حقيقي الحياة وشبع حقيقي الحياة ده حقيقي هنستكمل حادثنا بس إحنا معنا اتصال من الأخت جاكلين ملكويت أهلا بحضرتك الأخت جاكلين أهلا بحضرتك تفضلي مساء النور أهلا بيك أنا بس كنت أحب أتشارك بحاجة أنا كنت بتمع دلوقتي الحلقة بس كنت أحب أتشارك بحاجة كده شغلتني عن أن الله تعالى يعني بيأخذ مننا بيدعينا بحاجة وإحنا مفروض نكملها وإحنا المفروض نرسلها للناس فكنت عايزة أتشارك أن حتى في وقت ألمنا أو تجاربنا أو أي حاجة ويدخلنا فيها هو بحس أنه هو بيستخدمنا إحنا كرسالة للناس يعني أنا أستخدمكم علشان أوصل حاجة يعني أنا حد من الناس مرد بحاجة كثيرة قوي بعدين يعني بعد ما مر بالموقف يعني إذا كان خير أو كان تجربة لعمل أرود بالموقف بحيث أن الله كان عايز يوصل حاجة لنا أو حاجة للناس يعني بحيث أنه أنا عايز أعلمك الدرس ده وعايز أعلم غيرك الدرس ده فكأمراء يعني أنا أتكلم زي ما كنتم في كاريوم دلوقتي كواحدة كواحدة أو كبنت يعني بحيث أن الله يستخدمنا مش بعشان هنا إحنا ستات أنا ما يقدرش يستخدمنا لا الله يستخدمنا بحاجة كبيرة جدا وفي شيء قوي جدا 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 وممكن حتى لما كنناس بنجي قديم أو بنعايز أو بنعمل حياة كتيرة بس أفعلنا وحياتنا وسلوبنا وسلوبنا مع الناس والنحبة اللي تطلع مننا دي كلها رسالة هو بيوصلها من خلالنا للناس يعني بس كنت حب شارك بكده ده حقي ثانكي وشكرا لك يا أختي جاكلين لأجل تصالك ومشاركتك ويبارك لأسيسنا ثاني والأسيسي ثاني كتير والحلقة فعلا حلوة قوي 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 أمين شكرا لك بطلة يا أختي جاكلين ربي باركك فعلا بالفعل يمكن مظهرنا حتى كمان كبنات للرب كمان أنا عايزة أتكلم منه مظهرنا ممكن يا مجد الله أو العكس مظهرنا كما يرانت لله لازم يكون لنا الزينة مش الزينة الخارجية لكن الزينة الداخلية التي هي أكتر من أي حاجة ويكون حياتنا مسمرة لمجد الرب مش مجرد أننا نكون منظر بس لكن كمان يكون جوهر وحياتنا بتكون بيت مجد الله أعيدوا الحاجة على جاكلين بس عشان عاجبني اللي هي قريته قوي وانا بصالك كمان لأجل الحلقة كان ربنا حطوا قدامي للفكرة ديت أنه ممكن تكون واحدة مثلا عيانة مريضة في البيت فتقول مثلا دلوقتي أنا ما هي الرسالة مفيش احتمالها للألم وشكرها هي بتنقل رسالة عظيمة جدا لكل حد بيشوفها وبيعرفها ويسمع عنها فمش دايما بس التحرقات ده ممكن وانا في البيت وانا في تجربة زي ما كانت تقول جاكلين شكري واحتمالي وفرحتي بالرب واتصاقي بالرب أنا شوفت ده مع ناس أنا عم أشجع لو واحدة بتسمعني دلوقتي ومريضة ربما أو بتعدي تجربة صعبة ومعنداش أي فرصة تعمل أي حاجة شكرك للرب اتصاقك بالرب ثقتك بالرب فرحك بالرب شهادة ورسالة لحواليك يتعلموا النهى ويمتلوا بالشكر وياخدوا تشجيع للوقت اللي جاي يكمله إزاي مع الرب وتأثري في حياة ناس كتير وانت مش حاسة وانت مش واخد بالك بس انت باركة الناس كتير وانت شكرة وصبرة ومتحملة وتمسكة بالرب وصق فيه وصلاحه وبتشهادي الرب صالح رغم أنك تعبانة وبتعدي بتحديات صعبة أمين وده بيشجع ناس كتير حول العالم ناس كتير بتقاسي وبتعيني ما كانش مرات جسدي أشكال كتير قوي من المعاناة مفقدة للأحباء من حاجات كتير قوي قوي ربي بيجي وبيضمد الجروح عن طريق الناس عن طريق أنه بيرسل ناس معينين في أوقات معينة أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع لك تاني فإبقوا معنا لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا أتيتم إلي يا رب ما ترأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك وما ترأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك وما ترأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعله تعرف أني مع كل ثانية بتعدي في خمسة بيتولدوا في العالم وفي كمان اتنين بيموتوا تعرف كمان أن دولار واحد من اللي بتتبرع بيه بيوصل كلمة ربنا لألف شخص لمدة شهر كامل من خلال قناة الكرمة مش بس في مصر ولا شمال أمريكا لكن في العالم كل في ناس كتيرة محتاجة لكلمة الله بشجعة تشارك معنا في انتشار كلمة الله مكملين بيكم أنت أهم واحد في الحياة لأنك ممكن تغير العالم كله مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك كل صحابك هيشوفوها فكر كمان لو كل واحد من صحابك نشر الفكرة لصحابه وصحابه نشروها لصحابه فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر ده ممكن تكون نهضة مش بس تنتشر تغير في ناس كتير في العالم كله شارك النهاردة وشير من على فيسبوك الكرمة الرسالة دي أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودلوقتي هنستمع ونستمتع بترنيمة رائعة من الأسيس يوسيا اتفضل أسيس على قلبي وكل حد فينا ربنا بيكلمه ويقول يا رب أنا برجع تاني أقف في مكاني أقف في الحتة اللي أنت وجدتني عشانها في الرسالة اللي أنت حطتني أشون أكون بقدمها ويكون بعيشها ويكون بتمم وجودي الغرض من وجودي في المكان اللي أنا فيه أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لمكاني في كل يوم أشوف أمور كلمت قلبي فيها من سنين باكر في يوم أمسك يقوم أنا راجع تاني وغنهد مالي نرق لي ربي ويخلي قلبي يرجع يعيش لمكتك من جديد نرجع هتول تانهد هقول تنسى معك تعفيوي هقول أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار وبنادي بإيماني بإيماني وبأغاني بكلامي بكلامي الترلماتي بسوعي هاي كل نور أعلاني بإيماني 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 وبأغاني بكلامي بإيماني ترلماتي بسوعي لكل نور أعلاني بإيماني بإهماني بإيماني لكن أعيش تسبيحة ليسوم أصهر أصلي باكر رسالتي وتعلم ربي تاني الامتغار أحياة شهادة بسحة وغرادة وتفيت حياتي دايما بالثمار أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لمكاني أقف على الأصوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنماتي يسوعي هيكل نور أعلاني أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لمكاني أقف على الأصوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنماتي يسوعي هيكل نور أعلاني أمين أمين يسوعي هيكل نور أعلاني أحيا شهادة بمسح وإرادة وتفيت حياتي دايما بالثمار إحنا معنا تتصال الأخت مونا من كاليفورنيا أهلا بيك تسأل خير مساء النور أهلا بحضرتك تفضلي حضرتك معنا على الهواء تفضلي نعم حبيبتي تفضلي حضرتك معنا على الهواء سمعين حضرتك إسمك كريمي أنا اسمي ليديا ناهد ليديا نيبيا ليديا قبل أجل نيبيا شكرا حبيبتي تفضلي أهلا بيك حبيبتي تفضلي أنا أحوظ الصلاة لراجلي وضهري تعبنيني وماما وعندي محكمة يوم تسعة عشر وأحوظ ربنا يتمجد ويشفيني ذهب تفضل أنا أحوظ ليديا أحوظ يا ربنا أحوظ ستقل وأحوظ حبيبتي أحوظ أنا أحوظ أحوظ أنا أحوظ كيف وارجوه كيف صلوا لي وأزي صلي معاكم وعرفين أن الرب أبني ولا ما أبنيش الأسيس أنه سيصلي لحضرتك حالا دلوقتي تفضل يا أسيس شكرا تفضل يا أسيس يا رب أشكرك يا رب لأنك قريب مننا جدا الوالدة يا رب بتطلب إيديك محتاجة لمستك يا رب أصلي تلمس جسدها المتعب المتألم مع كل مريض يا رب محتاج إليك يا رب أصلي من قلبي تتحنن على كل متألم دلوقتي سواء الوالدة اللي اتصرت أو الناس بيتابعونا دلوقتي يا رب حط إيدك عليهم بلمسة شفا باسم الرب يسوع كل ألم كل وجع كل تعب يا رب ينكسر عن حياة كل حد بيسمعنا وعن الوالدة قوة شفاق تخرج منك الآن توقف كل ألم وكل تعب يا رب طلبت صلاة لأجل أختها مريضة في مصر أيضا توصل لأختها باسم يسوع مع كل مريض بلمسات شفا معجزية يا رب حط نهاية لألم ووجع بألك أوقات طويلة تنهي عليه بسلطانك وتعطي راحة وشفاء ليتعظم اسمك وحدك صلي يا رب من أجل المحكمة اللي عندها يوم 19 تمجد أيضا في هذا الأمر باسم يسوع وصل لأجل ابنها يا رب تقوده في ارتباطه مع كل حد يا رب في قرارات ارتباط تعطي قيادة بالروح الكدس يا رب أشكرك لأجل يمينك اللي انتدت وأشكرك لأجل استجابة صلوات أنت تممتها بسلطانك في اسم يسوع ولي كل مكت آمين أسيس يوسامي قالت كلمة أنا مش عايزة خليها تقفل التليفون قالت هو ربنا أبني ولا لا يريد تقول لي أنا متأكد أن ربنا بيقبل كل حد بيجيله بكل صدق وإذا أنت كنت يجيتي للرب وقلت لي يا رب أنا بقبلك في حياتي وبقبلك أنك أنت تدخل قلبي وأنك تغيرني مسيح يقبل صلاة التوبة ويدخل ويسكن جوة القلب لما باجي بكل قلبي وأقول يا رب أنا خاطم أنا معترف في خطيتي وأنا متأكد يا رب أنك أنت تقبلني لأنك أنت فاتح درعيك عشان تقبل كل نفس ربنا بيقبلك خلي عندك الإيمان والثقة إذا أنت جيت للرب في كل قلبك أن رب أنا قبلك وأنك أنت في المسيح أن رب أنا بيسمع الصلاة ويتمجد ويصنع معاك أمور عظيمة بإسمي أسوان أمين أمين شكرا لك يا أختمونا لأجل اتصالك ورب يعمل عمل رائع في حياتك طبعا قبلك هو جاي لأجل كل خاطئ لأجل كل حد بيترمي في حضنه هو عايزنا كلنا الله يريد أن الجميع يقلصون وإلى معرفة الحق يقبلون شكرا لك أسيسيون ثان نحن نتكمل بنتكلم على أنه كما أرسلني لقاب أرسلكم أنا وتكلمنا عن نمازج رائعة جدا في كتاب المؤدس لكن نمازج دي أو غيرها هل كان في مشاكل بدأ قبلها ولا الدنيا كانت ربيع وكانش في مشاكل ورحوا أعملوا رسالتهم وموضوع كان سهل جدا لا عكس أنا دايما بحب أشجع كل حد بيسمعني أنه ربنا دايما في كتاب قدس بيتكلم عن ولاده أنهم بيسمروا ويتحركوا رغم التعب والألم دا تميز ولاد ربنا لأنه روحوا ساكن فينا بيدينا الطاقة والقدرة والإمكانية والنعمة نحن نعبر فوق الصعاب فزي ما قال الكتاب كده أو يوسف قال الله جعلني مصمرا في أرض مزلتي أنا في أرض المزلة أصمرت مش في وقت الراحة ومرات يخدع الناس ينتظروا أوقات الراحة عشان يبرساله ويصمره ويبارك الناس لا لا فوس التعب فوس التحديات فوس الصراعات أبي جاي زوجها صعب قوي وعيشها ببيت صعب بس بتسمر وليه علاقة مع الرب يوسف نفس الكلام أبي يسمر للرب رغم التحديات اللي بيعبر بيها فأولاد الرب بيقدروا يعبروا بقوة روح الكرس بالاتكال على الرب وبالاتصاقهم بالرب إذن في صعوبات يعني ربنا ما وعدناش بأرض ما فيهاش أليم ولا أتعيب لكن هو قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غربت العالم طب إيه المعبوطات اللي تكون بتقابل شخص مؤمن وريح مرسل زي ما قلنا مش في مكان معين ولا في زمان معين لكن هو طول الوقت هو مرسل للناس اللي حوالي للبيئة اللي هو المحيط فيها المكان اللي هو موجود فيه نفسي بس قبل ما أقول معوقات عايز أقول حاجة عن الرب يسوع كنموذج للإرسالية الحقيقة لأنه أشجع كل حدي بيتابع الحلقة لو هو مخلص نفسه يعيش الحق ده اقرأ إنجيل يحنى وتابع الرب يسوع أقواله وهو بيتكلم عن نفسه كمرسل من الآب جمل جميلة في إنجيله قبل إنجيل يحنى قال أول كلمة نطق بيها الرب يسوع على الأرض تسجلت عندنا لو أكيد هو قال حاجة تانية بس لتسجل في لوقت 42 قال ينبغي أن أكون فيما لأبي بيقولي كدسة العزراء مريم لماذا كنتم تطلباني ينبغي أن أكون فيما لأبي فيما لأبي يعني أكون في البزنس بتاع أبوي في الشغل بتاعه أنا لازم أكون بحقق القصد بتاعه والشغل بتاعه اللي دعاني إليه ينبغي ده لازم وبعدها بتريتكلم عن إزاي أنه بيسمع منه وما سمعته منه هذا أقوله للعالم وأنا لا أفعل شيئا من نفسي ولا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني يدي إيه لو كل حد مؤمن هنا بيسمعني الوقت يقول ده قدام الرب أنا مش عايز مشيئتي أنا عايز مشيئتك تعويذني أقعد فين أبقى في أمريكا ولا في مصر أبقى في أين دولة في العالم أبقى في أين سكن أبقى أين كنيسة يا رب أنا عايز مشيئتك اللي يؤمن بالإرسالية حيث تتغير كلها ليه؟ هسكن فين؟ دي إرسالية كنيستي إيه؟ دي إرسالية أنا بلد إرسالية أنا شغل إرسالية أنا كارات ارتبط حركات مش بتحرك بمزاجي بمشاعري بعواطفي باللي بسطني باللي ريحني أنا بتحرك بالقصد والدعوة يا رب أنا عايزني فين فهو يرسلني هو يحرقني هو يقمني في أماكن أفعل ما شئت وعشان كده كان الرب حتى في صلاته عند الصليم وهو بيقول إن شئت أن تجيز عني هذا الكأس لكن تكون لا إرادتي بل إرادتك كأنه ده الهدف أنا عاوز إرادتك أنا عاوز مشيئتك أنا عاوز اللي على قلبك أنا عايز حق اللي أنت دعيتني لي حتى لو أنا تعبان وحتى لو وجودي في حتة صعبة أنا هقبل في ناس موجودة في أماكن صعبة في العالم دلوقتي بالتأكيد أول فكرة ولم يتركني الأب وحدي أقولها لكل حد دلوقتي في حتة صعبة بيسمعنا في أي مكان في العالم في حتة صعبة في مكان صعب في ظروف صعبة وأول فكرة جاية لك دلوقتي أنك تمشي تخرج من شغل صعب من بيت صعب من ظروف صعبة أنت في إرسالية قول للرب أنا تحت أمرك لو عاوزني هنا أنا حاضر حاضر بس يمسك يميني ويديني معونة ويديني نعمة وشجعك ما تخافش هيمسك إيديك ويتخلى عنك ويحميك ويضع منهبته ونعمته عليك وينجح إرساليتك بقوة غير عادية بس خليك خاضي عليه وقوله أنا عايز مشيئتك أنت مش رغبتي أنا أمين أمين وزي ما هو مكتوب أن أفعل مشيئتك إليه شررت وشريعتك فساط إحشاء إحنا معنا اتصال معنا الأخ محبوب الرب من لبنان أنا عجبني قوي الاسم اللي حرارك أطلقته على نفسك أهلا بيك الأخ محبوب الرب أهلا بيك سلام المسيح سلام المسيح مع حضرتك أهلا بيك كيفك أختي ليديا الحمد لله نشكر رب أو سلام بالرسل المحبي والسلام أهلا أهلا حبيبي السلام للأخ يونسان والأخ المحبوب الله يبارك ونحن هلأ بلبنان نحن بلبنان هلأ الساعة 12 بالليل نحن هلأ 12 بالليل والحديث الحلو الحديث الحلو الممتع اللي بيطير النعس من العينين بيطير النعس من العينين شكرا لك يا أخ محبوب بحب قل لله رسل المحبي والسلام بقل له الأخ الحبيب اللي علش ميلك ما بعشو اسمه معلاشي إحنا معنا الأسيسي ونسان ومعنا الأسيسي وثام نعم يا أخ الحبيب أنا من أسبوعين اسمعت وعاستك مظبوط؟ مظبوط؟ ألو هو بيقول حضرك مظبوط تفضل حضرتك يا رسول المحبي والسلام رسالتك وصلت على بيته على لبنان على لبنان علمت ما الله يقول الله يتكلم الله يرى الله يسمع الله يعلم الله ينقذ الله ينزل والله يرفع واو هيدكاتي رسالة مؤمني في المسيح تتعلم مدرسة لأحد جيت علمت هالدرس هذا جيت علمت وقالت لي يا باقي شو هالدرس شو هالرسالة الحلوة هايدي قلت للا أنا قبل منك ما كنت أعرفها بس في أخ حبيب علمني هالرسالة جيت انقلت على الدفتر والكتاب جيت تعلمك ياها ما أعطيت فرصة لبنتي سبع أسابيع الله يقول أول أول درس وسبع أسابيع بكل أسبوع في تعليم جديد يا رسول المحبة والسلام مجدا لك مجدا للرب يسوع المسيح اللي أرسلك صحيح أنت أقل عملت الرسالة بس ولكن بعدها لحديت الآن بتعمل فيها وأنا عابر من المسيحية الاسمية إلى المسيحية الحقيقية وبحسب قللك هالاختبار إذا بتسمحيلي طبعا بكل سرور تسمحيلي أحكي الاستبار بكل سرور أنا عمري 62 سنة ضربت بسكري من عمري 20 سنة وما كنت أعرف شو السبب كنت شايف حالي بشبابي شايف حالي بجمالي مطرب وكل ما ينفع وكل ما يعني ما كنت شايف ما نشايف إلا شاو تلعم تسوقني وبس شاوي فالله إجا الوقت ولما جاء ملء الزمال الله أرسلني الله فهمني شو السبب في أي حتير أنا بحبت رسالة روميا 28 وإننا نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير اللذين يحبون الله الذين هم بعووح حقا قدي بشكر الرب يسوع بشكر الرب يسوع لأنه ضربني بسكري وبشكر الالي ونهار بل لك بل له يا رب بشكرك 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 على المرض بعدين عرفت أنه هيرا مصلحتي بما أني أنا أؤمن الله محبة مش ممكن يعمل فيني شر بالزفط هو كده الله مجرش الله غير مجرش بالشغول يعني خلاني حب الرب زيادة لو دل في عينادي ولو دل في شهوتي اللي كانت بتسوقني أنا يمكن اليوم بين الأموات وأنا يمكن أنا بجهنم وعيت لها الأشياء هذه صباحا ومساء وأصل الليل بالنهار بالشكر وبالصلاة وبالتسبيح وبالتمجيد وبالتعظيم لإسم الرب مبارك مبارك الاسم العظيم شكرا للرب شكرا كل شي بيعمل الله خينا إله كل خير إله كل محبة إله السلام ما حدد بيعرف السلام السلام اللي بقلبي والنيران بتشتعل حوالينا في سوريا وفي لبنان وفي كل الدنيا وأنا عيش في سلام في سلام في سلام بسلام يا حبايب يلي بيسمع تعول عند الرب يسوع قبل فوات الأوان وليس بأحد غيره الخلاص وليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغل به ينبغل نخلص مبارك وشكرا للرب شكرا لأجل المرض السكري لأنه هذا حياتي صار وبشكره ليلا ونهارا ونهارا وليلا عجل هذا المرض حتى وعيد أنه هذا لصالحك يا حبيبي سعودي شفت وشفت يا رب ممنونك وكت خيرك وشكرا لأجل شكرا لك يا أخي الحبيب بتمنى منكم تسلونا لابنت يعني بنت أخت المرتي بدت تعمل عملية قرب عملية سرطانية يعني يا رسول المحبة والسلام بتمنى منكم الصلاة والربي بارككم مطرزوني يا طبالت عليكم وهي مشهدي أنا بعتنس فيها بعتنس فيها يا سيست الحبيب وان بتروح بتإلحقك لأنك أنت رسل أنت أنت رجل الله الرجل الله الرب باركك ورب أخونا يونسان ونعزيق بأبوك يا أخينا نعزيق بأبوك نحن 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 لها الحياة وهي المسيح والموت 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 وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا منذ البدء لكن كل عطية صالحة هي نزلة من عند أبي الأنوار نصلي الأجل السكري بتاع حضرتك أنت الوقت في المسيح خليقة جديدة الأسيس هيصلي لك ويصلي الأجل ابن أختك تفضل يا أسيس يا رب نشكرك معظمك ومبركك يا رب لأنك أنت إله صالح نعم شكرك يا رب لأنك إله أمين شكرك يا رب لأنه أنت بتتدخل يا رب وتحول كل الأشياء فتجعلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله شكرك من أجل ابنك محبوب رب شكرك من أجل حياة الشكر وحياة الفرح اللي بتملأ قلبه شكرك يا رب لأنك لمسته وغيرته ونقلته من الموت أو يا رب أنه لمستك تيجي على حياته ولمستك تيجي يا رب فتشفيه شفاء معجزي أنت الإله القادر على كل شيء لمس منك يا رب للسكر لمس منك لجسده لمس منك أيضا لزوجته كل شخص طلب الصلاة من أجله الأمر الموضوع أمر العملية من أجل السرطان نصخ يا رب فيك أنك أنت الإله العظيم القادر على كل شيء اللي تصنع معجزات اللي تصنع آيات أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد أنت تتراءى لأولادك وانت تعظم العمل معهم فيصيروا فرحين أنت تستطيع يا رب أن تعضيهم اختبار يمجدوك بيه ويشهدوا عن أمنتك زي ما أخويا بيشهد عن قد إيه أنت إله عظيم غيرته يشهد كمان قد إيه أنت إله صالح وقادر وشافي وصنعت معه إحسان واسقين في نعمتك واسقين في أمنتك واسقين أنك بتسمع كل الصلاة وتلبه في المسيح ولي كل المجد آمين 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 شكرا لك يا أخي السام أسيسي السام أسيسي السام هنرجع تاني برضو نقول أنه في معوقات خارجية ودخلية الخارجية زي ما احنا عارفين إبليس وحروبه واتهدات ولينا كمؤمنين من ساعة مقبلنا المسيح طول الوقت إبليس بيحربنا لكن هل في معوقات دخلية جوايا أنا كابن للرب ممكن تعوقني أن أنا أكون الله بيستخدمني سخدام كامل آه طبعا أخذنا موذج يوسف كنموذج لمرسى لاستبقاء حياة استبقاء حياة العيلة والأمة والشعب كبير يوسف الحقيقة وهو في سكة الإعداد تعرض لجراح من إخواته عميقة جدا 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 تكسر أي حد تدمر حد لأي حد لأنه لما جيه من مصر هو جاي قعد 13 سنة فيها ألم وعبودية ومهانة ومازلة أول فكر يجي لي مين السبب في كده؟ إخواتي يزداد غضب وحنق عليهم أكتر الحقيقة لو ساب نفسه للغضب والمرارة ما كانش يبقى يوسف وأقول من قلبي لأبطال حلوين عزماء أولاد للرب في كل مكان في العالم بيسمعوني الرب ليه دعوة لحياته الرب ليه قصد في حياته والمرارة والجراح من الناس معطلهم وأنا بشوف ده كتير وقلبي بيتقلم على أولاد الرب أقدر الألام لأنهم بتقلم واتجرح من الناس بس إننا تحبس جوا سجن المرارة وعدم الغفران لأنه فيه ناس جراحتني معطل أبطال أبطال متعطلين أبطال يغيره في العالم لو فاقه كتير على فكرة وأنا متأكد ناس كتير بتسمعني الوقت كده ممكن يكونوا بقول مش قوي يعني أنا أنا بتضيق من فلان مش طيق فلان مقاطع فلان مش بتعامل مع فلان يعني كأنه موضوع بسيط لا ده في سم جوا في سم مرارة جوا معامل إعاقة لأنه روح كرسوش قادر يشتغل في حياتي ويطلقني وبقى تحت المسحة اللي هي وعرف أستقبل كويس وتحرك وبقى بارك الإخوات اللي حوالي اللي يستحقوا اللي مستحقوش وبقى بارك الكل اللي حوالي وشكده أنا بحط المعاوك ده كأول حاجة يوسف نجح في أنه ياخد شفا من الرب ويخفر لإخواته يعني كتاب ما ذكرش خالص عن يوسف أنه هو قال كلام سيء على أخواته حزن منهم كان عنده مرارة منهم غضب أي حاجة من الحاجات اللي احنا معروفة ما ذكرش الكتاب عنه حاجة زيئة ده في تكوين 45 يقول لهم لا تتأسف وتختص يعني هما مدقين قوي مش عايزين طب أنت ديت 13 سنة ده أنت المفروض يعني هسيبهم شوية هسيب ربنا أنت أعم ربنا يعني زي ما ناس كتير بتقول ده ربنا بينتقم أنا المفروض ده أفرح يعني فسيبهم يدايقوا شوية تنكدوا حابتين كده يعني لا تأسف وتختص بصي شفها جميل إزاي لا تأسف وتختص لأنه ليس أنتم أرسلتموني أنا مش شايف إيديكو في القصة أنا شايف أن رب حول أديه شفها جميل من الجراح هذه الواحدة يستريح من القلم ده أصلي من قلبي لكل حد دلوقتي بتابعنا أنك لو مجروح من إخواتك من خدام من مؤمنين من أصدقاء من العيلة اطلق اطلق الناس اخفر اعمل في نفسك معروف زي ما قالت جوس ماير واخفر لأنك أنت الفعبان يعمل في نفسه معروف جوس ماير عاملك تب العلوان ده اعمل في نفسك معروف واخفر للآخرين يا ده حقيقي ليه لأنه الموجوع مش الآخر الآخر ممكن بيأكل ويشرب وانا محبوص بزبط في ألمي وبكتر على جراحي وغضب والمرارة ده سم جوه بيصنع انزعاجا ويتنجس به كثيرون زي ما قال الكتاب في ساتة العبرانين فحاجة موجعة جدا يمكن بيجيب أمراض نفسية وأمراض جسدية كل حاجة جسد نفسي وروحيا بتعطر وعلاقات تتلخبط لغفران والمسيح كمان ليه مفيش غفران أنا دامنا عن نفسك فاستمتع بغفران ربنا ليه فبنادي لكل حد من ولاد الرب الحلوين اتجرحت أنا مقدر ده والرب كمان بيقولك أنا حس بيك وبألمك بس تعالي عند الصليب قوله يا رب بجراحك شفيني اش في ألمي واجع يا رب اطلقني عايز أحقق قصدك من حياتي عمري ما يدعش يا رب ما يدعش عمرك يا رب أختي ما يدعش عمرك انت في دعوة لحياتك رائعة جدا خذي شفة من الرب اجري عليه ابكي قدامي وطلعي قلبك واسكوبي قلبك أمامي خذي شفة منه خذ شفة منه واخفر اقول أنا مسامح مش هنتقم مش هرد لكن هبارك وصفة أن الرب هيشفيك وهيطلقك وتبقى بارك على الناس كتير ويعوضك عن الوقت اللي فات بيسر أمين فاسم المسيح إذن رب بيشفي بأول حاجة أنا أخفر للأدامي ورب بيقدر يشفي جروح اللي تسببها الشخص الأدامي احنا معنا اتصال للأخت سعاد من الكويت أهلا بيك سلام الرب معكم مع روحك أهلا وسهلا تفضلي هلو تفضلي حضرتك معنا على الهو مفضل قوتي التليفزيون اسمعينا من التليفون سلام الرب أهلا بحضرتك سلام الرب معك ازايكو الحمد لله نشكر ربنا في خير تفضلي حضرتك ألو تفضلي احنا سمعيني كويس قوي تفضلي أنا مش سامعة كتير عندي طلب الصلاة تفضلي ألو احنا سمعيني حضرتك مفضلك كاميلي حديثك احنا سمعيني كويس عندي طلب الصلاة لأمي أمي اسمها مريم وهي بتعاني من مرض مزمن في العضلات وعظام عند أوجاع قوية قوية وهي مؤمنة بالرب وكل يوم تصرخ وتطلب من الرب وأنا كمان واثقة أن الرب يستطيع ويقدر ويريد أن يشفيها وطلبة تانية كمان ياريت لو تسكروني أنا وأهل بيتي زوجي وأولادي عندي ولدين في الصلاة أولادي تعرفين فترة المراهقة وأطلبنا الرب أنه يقرب ويقرب أولادي بين عنده أكتر وأكتر بإسم الله وأشكركم كتير والرب يباركه ويبارك خدمتك شكرا لك يا أخت سعاد أسيسيوناسي والشعبك يا رب صلي لأجل والدة الأخت سعاد مريم حطها من إيديك صلي لأجل العضلات والعظام لمسة شفا لها الآن باسم الرب يسوع المسيح صلي يا رب أنك تضع يدك عليها بقوة الآن كل مرض يا رب يخرج من الجسد بننتهر كل ضعف وكل مرض في الجسد يا رب الولدة مريم باسم يسوع تاخد شفا الآن وإبراء كامل باسم الرب يسوع صلي لأجل أعائلة الأخت سعاد في الكويت زوجها ولادها حضورك يملى البيت ده مجدك يغمر العائلة دي عائلة ليك بالكامل ولادها في مرحلة المراهقة أشكرك لأنك تفتح عيونهم يا رب وأزهانهم لمعرفة شخصك يا رب أنت تجذبهم بحبك وبنعمتك ويتغيروا ويكونوا ملكي ليك ويكونوا أواني مقدسة ليك مع كل ولدنا شباب في سن المراهقة يا رب باسم يسوع قدس الأواني وكرسها ليك ليكونوا أبناء ليك تلاميذ ليك خدام للرب باسم الرب يسوع ولي كل مجد آمين عايزين حرف يا أسيس يوسيم هل في معوقات تانية غير عدم الغفران على عجالة إحنا قدامنا عشر دقايق بالصبت الحلقة حاجة من الحاجات المهمة قوي في معوقات الإرسلين يكون في خطية رب لا يطيق الإسم والإعتكاف رب إله قدوس وطاهر ولما رب حبنا للمنتهى دفع دم غالي وثمين من أجل الخطية أنه تنزع الخطية اللي إحنا مورسين بيها من آدم ونبتدي نبقى خليقة جديدة لما يتفتح الباب للخطية بتبقى معوق بتبقى معوق لما يبقى فيه علاقات لا تبجد الله ما يبقى فيه شهوات ونجسات وأمور بتدنس الحياة تتعاوق خدمت أنا بقف يعني ألاقي نفسي في أمر مش قادر أكمل ما ينفعش أن أنا أكمل اللي ربنا عايزه من حياتي وأنا مليان خطية رسول يحنى في يحنى الأولى بيقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم ويكلم مؤمنين ما بيكلمش الخطاء بيكلم الناس اللي مع ربنا الأبناء بيقولهم نعترف نعترف بالخطية نعترف بالزلات نعترف بالأمور اللي لا ترضي قلب الله واللي بتدخل لحياتنا الهدف منها إنها تعوقنا إن احنا نكون نتمم الإرسالية ونتمم الغرض من حياتنا وده أمر مهم جدا فمان المشغولية لما العالم ياخدنا ولما الأمور تسحبنا ونحس إن احنا مليانين بأمور العالم مليانين بشهوات العالم وتعظم المعيشة وشهوة العيون وعايزين نمتلك وعايزين نكبر وعايزين نبقى وعايزين 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 بنتعوق بتبقى الأمور الأولويات متلخبطة ربنا مش هو اللي سايد على الحياة والإرسالية اللي ربنا طالبها مني والهدف من وجودي مش هو نمرة واحد ده بيعوق كتير ده بيفرق كتير يمكن مرسة كانت مسألة الموضوع دوت مرسة ومريم مرسة الرب يسوع قال لها أنت تهتمين وتبطريبين لأجل أمور كثيرة لكن الحاجة إلى واحد مرسة كانت مدبرة رائعة جدا لكن الاهتمام الزائد واللي زاد عن الحد اللي خلى بقت دي أولوية خلى الرب يتكلم بيقول لها الحاجة إلى واحد الحاجة إلى يعني شيء واحد مش لازم تعمل كل الحاجات دي لكن حاجة واحدة تكفي ويبقى عندك وقت وفرصة وتكوني متاحة أنك تعملي اللي أنا عايزه منك إذن الله أولا وقبل كل حاجة وبعد كده الأمور التانية تاخد ترتبها لكن أنا أجيب الحاجات التانية قبل الله ده اللي هو ممكن الرب قال لها المسيح قال في الموعزة عجابة أطلوبه أولا ملكوت الله هو بره هذه كلها تزاد لكم دي بركات ودي عطايا أنا أديها لكم أديها لكم على البيع كده أديها لكم بقشيش يعني بس خلي الأولوية للرب عايزة أكمل احنا قلنا عدم الغفران وقلنا الاحتفاظ بالخطية وثالث حاجة قلنا المجغولية عايزة أعلق على المجغولية أبن أكمل حاجة اتفضل احنا وقتنا بس بي بسرعة بس موضوع المجغولية واحدة من حاجات الملحظة احنا مجغولين باحتياجاتنا ومشغولين بالشغل والحياة مش مدركين قصد الله لحياتنا دي واحدة من حاجات اللي بشعرها قوي وسط أولاد الرب فبدعه بس فعلا كل حد يقزة كده من التوهان إبليس عايزة توهنا في مشاكل واحتياجات بتاعتنا ومحتاجين ننتبه قوي للقصة دي لأنه الهموم بتخنق الكلمة جوايا تأكيرا تخليني مش قادر أشوف ربنا عاوز مني إيه ولا قادر أسمع صوته مشغول باحتياجاتي وشكلي أزماتي بأكل العيش بأكل العيش طبعا الشغل اللي هو عايز أعمل وعايز أجيه بأكبر وبقارن نفسي بالناس وبغير ليف لن يبقى عنده أشع عندي وداخل في طموحات وناسي أني أنا عندي هنا رسالة على الأرض فده بيفقدني كتير بالزبط هل في معوقات أخرى؟ ممكن كمان حاجة زي الإحباط والفشل كتير من ولاد ربنا اللي أحبطه أحبطه من ضعفاتهم أحبطه من العيان الصعب فإنك الدنيا صعبة أو مش قادر يعيش لربنا أحبطه من انتظارات طويلة لحاجات تحصل وما حصلتش ففشل أحبطه من قلة إمكانياتهم حاسين أنهم ما قدرش يعمل حاجة ظروف صعبة بس بشجع كل حد الله لم يعطينا روح الفشل إرمي من عنك الإحباط وسكفر أن الرب بيشوفك غالف عنه وبيدعوك دعوة خاصة بإسمك بيقولك لا تخف لأن فديتك دعوتك بإسمك أنت لي وسكفر الرب أنه بيديك وسط التحديات نصرة ويحول الفشل وإحباط ده إلى نجاح والخزي مش هيكمل على حياتك مرات إبليس يدينا خبرات خزي السابقة ويسجني فيها رب يطلق ناس من الخزي والإحباط والوقت اللي جاي يبقى تعويد وإثمار مضاعف بإسم يسوع وأرفض الفشل ده مهم قوي أن أقول لن أحبط ولن أستسلم للفشل ورب يزور ناس فشلنا النهاردة بإسم يسوع عليك سواء بخطايا أو ضعف أو بإحباط زي مراحل اللي بطرس كده وقال كل اللي بطرس يعني بعت رسالة أول وراحله عشان يعالجه عشان أقول يلا استخدمك بكوة أمين أمين في اسم المسيح يا طريق أسيسي يوسيم أنا دلوقتي فين من الدعوة والقصد الإلهي كل واحد دلوقتي لو اختبر نفسه تفتكر أنا ممكن أكون فين هل في مراحل معينة على حسب الحالة اللي أنا موجود فيها يعني أنا محتاج أن أفحص نفسي قدام ربنا هل أنا عندي معاوقات من المعاوقات دي مالية حياتي وهي اللي مخلياني مش مصمر ومش قادر أتمم الغرض والإرسال إياه هل أنا مدي مساحة لربنا ومتاح أنه يديني اللي على قلبه لحياتي أن أنفذها وعيش فيه واتحرك فيه وأصمر فيه ولا لا ربنا أولوية في حياتي ولا لا ربنا أخذ المكانة بتاعته الحقيقية في حياتي ولا لا هل أنا فعلا مدرك أني أنا مش من العالم أنا جوه العالم بس أنا مش من العالم أنا مدرك أني ليه هوية تانية وليه رؤية تانية والله ليه ما شيء في حياتي لما بعض أعمل التقييم دو كل حد فينا محتاج أن يعمله مع نفسه بقدر أحدد بالضبط الخطوة جاية إيه أنا محتاج إيه محتاج أتحرك لربنا إزاي في كل الأحوال الله يحبني وفي كل الأحوال أنا عضو في جسد ولأني قبلته ولأني قبلت عمل نعمته لكن عايزين نكون كلنا مسمرين لمجد الرب كل حين أمين أمين أسيشنا سين أعمل إيه لو أنا اكتشفت أنا في المكان الغلط في عيش حياتي بطريقة أغلب أقدر بالضبط أعمل إيه أقدر راجل للرب بكل قلبي بإيمان وسكة في أن الرب قادر أنه يردني مرة تانية ويحول عيني على السكة الصحة في صلاة صلى الله داود في مضمونا 19 الحول عيني من النظر للباطل وأعني لأحيا كما تريد أو في طريقك إحيني حول عيني يا رب خد عيني من على التوافه والحاجات التي عشت فيها الوقت اللي فات وإديني بقى أبص عليك وتملي بالله على قلبك الوقت اللي جاي جوة قلبي صلى لكل حد بيتابعنا يصليها صلىها أو قالها شاول يا رب ماذا تريد أن أفعل نفسي كل حد بيسمعني يقول للرب كده عاوز مني إيه الوقت اللي جاي عادي أشوف الشغل بتاعي بنظرة مختلفة والكنيسة وحياتي ووقتي وعمري أشوفه بعنيك وأقول للرب هأنا زي إنساني لأنه هو بيقول من أرسل بينادر رب كل حد بيسمعني وأقاعد في بيته أو أقاعد في مكتب أو أقاعد في محل مشغل التلفزيون رب يقول لك أنا عاوز أرسل من أرسل ومن يذهب لأجل هنا أصلي من قلبي أنه فيه ناس دلوقتي قاعدة تقول له ترفع إيديها كده وهي قاعدة قلها أنزم أنا موافق يا رب تقدر تعمل كده معي قل أيوة ها أنزم أنا تحت أمرك يا رب شرف لي أنك ترسلني لإخواتي لناس بعيدة في احتياجات مادية في ضعف خطيئة في صالة لأجل الناس مرضى أنا جاهز يا رب ارسلني أمين في قسم المسيح حقيقة نشكرك جدا نشكرك جدا أسيس يوسام لأجل وجودك معنا وأجل تريمي الرائعة اللي تلمسنا فيها في أحده ربنا وكلمات الممسوحة نشكرك جدا يا أسيس يونسان لأجل وجودك معنا وأجل التعليم الرائع كتابي اللي حقيقي لمسنا وفعلا بجد قد يحسينا بأحده ربنا في المكان وفي الكلمات اللي تأهلت نشكركم جدا جدا عزي المشاهدين زي ما كان أسيس يونسان بيقول دلوقتي من أرسل ومن يذهب من أجلنا تعال النهاردة نقوله ها أنا زي أرسلني نهاردة نصال لي أن الحلقة دي تكون نقطة تحول في حياتك عشان تدرك وتعيش القصد والخطة اللي إلي هي اللي الرب النهاردة اتمنك وجيبك على هذه الأرض من أجلها شكرك جدا لحسن المتابعاتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكارما مباشر والرب معكم ترجمة نانسي قنقر نتشارك المسئولية ننخلي رسالك القلبة وصل كل البشرية ترجمة نانسي قنقر